لما انت بقى الكلام ده عندك اشتراك السلام عليكم عليكي السلامة الله بركاته ازاك يا زيزو؟ اهلا ازاك يا دكتور انا كنت جاي برك لك انا على العربية وعالمحل طيب انا هروح هراجع مع الراجل الحاجات دي وبعدين هرجع قولك انا عملت ايه؟ الراجل مين؟ الراجل عشان خاطر بس انخلص الفواتير هخلصها وارجعلك على طول اه؟ اه اتوقع الله ماشي بعد ازنك يا لبن اتفضل ايه؟ الله يبريك فيك يا لبن انت فيه المختفي احنا مش فيه كلام بيننا لسه مكملش كل الكلام قالوا عما لطفي خلاص لا لسه فيه كلام ما اتقالش احنا مش هينفع نتكلم هنا ممكن نتلع نقاط في حتة ونتكلم؟ مالوش لازمك كلام دلوقتي وقت الفعل طيب انتها يعني بسم الله و شاء الله يعني عملت فعل جامد اهو ناوي توصل لحد فين يا زيزو لحد ما حس ان مفيش حد في شارع عبدالعزيز كله بيبصال على ان صنايعي كهربائي غلبان امتي؟ للدرجات دي كلام بابا جرحك فوقني جد فوقني انا كنت ااخد في نفس حتي الدنيا لما كنت حس ان الشطارة والمفهومية هتخلي الدنيا دي كلها تحترمني زي ما انا بحترم الدنيا دي كلها لكن ترى الحقيقة غير كده خالص انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو انت همك مين في الشارع غيري انتو بلسه ما فيمتش الدرس اللي ابوكي شرحه بالتفصيل سيبك منه انا هقنعه الفارق اللي بيني وبينك ما نقدرش ندويه حتى بالفلوس افهامي بقى ابوكي قالها وهو عنده حق تتجوز الصنايب تعملي بيينه احنا مش لبعض يا لوبنا صدقين احنا مش لبعض حق ابوكي حاكم بيه علينا وكن لازم اتوجي عشان هفهم الدرس كويس ويريتك تكون انت كمان فهمتي يعني يعني خلاص موسيقى لا بس اولنا جيه هوات جادة عن طاقتك 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 بقى مريز المية وخمستاشر الف جنيه اللي حافهم مني مكنتش دفعتا مدام محروقة اليوم كده يعني سيب مستقبل ابني دي عشان كلب زي ده طب ما انت جبان دفعت عشان بواك اللي خده مني ومنك حقه يا شرشابي جاكسر حق مية وخمستاشر الف جنيه اللي خده محقه مني يا اندية ها؟ انت نزيت ولا ايه؟ لما لقيت الراجل جاب زبون وبقى عنده بضاعة قديته فلوس عشان يعمل شوق غسلات ويبشح لنا وانت انت اللي قصريت نكتب وصالات امانة مني ليك باشا اما المين اللي سرق بضاعته؟ اللي بلغ عن مخزاني والغسلات والكارتات يا شرشابي هو مين ده بقى أنا ماتفورش دمي دي انت نزيت نزيت لما خدت وصالات الامانة وقدت الراجل انه لو مدفعش هتسجنه رب ما لاجبتلك الوصالات والفلوس على داير الماليم ودتهم لك ولا كنت عايز البضاعة والفلوس هما اللي اتنين يضيعهم خلاص باش خلاص باشر شرشابي خلصنا باش حاجة بتموت يا اندية والمية وخمستاشر الف جنيه دول اخدهم من حباب يعنيه ويمكن اخدهم التقطعين كمان تفرجني انت ده انت جرابك ما بيخلاش بالتعابين يا اخي الله عادي ما لك انديل بتكلمني متحت درسك كده اه في بس كده تلالة ام الفلساني لا سلامتك بخدك معلقة عصر كده على لسانك عشان ترواء سلام ماشي هكده كده هنتقابل فرح البنوتة بيقولك ايه بحطي كلونية teams Rahja انديل. الله 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 الله. انديله الحاج. ايه ده? ايه الحلاوة دي? حبيبي. ايه الحلاوة دي? الف مبروك يا اخوي. الف مبروك. هو عايكون الحد بريتلك قابل. ازاي? طول عمرك صاحب واجب وسبائي عمان دي. اخو بلا خلينا. سمي اللي في لك وروح اخدت من حاجة ساعة طيارة. طيارة ولا حاجة ساعة? يلا. ايه رأيك? ايه اللي دا كله بقى? اه. اللي عاملوا الفنان. لا بجد. اه دهات فنان ما غربش منظمة. لا لا بايلا. تجيلي واحدة كدة بتاعدلان اسقطة فعالم تحكمو المادة. تاني. لأ. لا بس فنان. لأ بجد فنان. مش مهم الداني والجلبية. عارف دا له بلبوس. فنان. اه. الله ما فيها بلبوس بقى ان اروح واصلوا أدعلكم تلاتني. الله يوسى عليك. دعواتك. دعواتك. الف سلام يا اخوي. عايزك في سبوبة عليا اوي. الاعل. ام. يعني ايه دي يعني مبلول ولا عادي بانسل هذا طيب اه قولي بقى ايه دي يعني ايه مضروب مش مضروب مضروب مش من الفوزير دي السبوبة دي سخين اه منجايف عربات عمالة عتق من صباحية ربنا السخين الالماني ايوه ايوه اهي دي حاجة طيرو جات ساعة اه متوكر على الله يا اخوي اهي خده وقف لي برا اين عربي عشان لو اعتقدت في حاج طيب اهي دي بقى الليلة اه بس انا مش هارش برده بس انا مش هارش ايه انا عهرش انا اه ولك اه اهي دي الليلة الليلة هيبقى ان السخين ده اه يأكل الماني في السوق بس هو مش الماني يعني ايه برده تباية غريبة صديت مني اقولك انا ازاي اقولك انا ازاي اقولي ازاي ايه انت اقولي ازاي هي ازاي ايوه اقولك انا ازاي اه في مصنع الماني بقى خط الانتاج وكل المواد اللي عنده اه من اللي خد منه مين هونج كونج هونج كونج هونج كونج هونج كونج اه هونج كونج اقفلو في الهونج كونج كلو على بعضو وقربوه مية مية نزلو ايه السوق عليه اه امين? الله أكبر عليك يا سيد المعلمين. الله خليك. الحمدلله على السلام يا معلم. الله خليك الله سلمك الله خليك الله خليك. ما عليش يا مؤخزة السؤال صغير كده. هو السخن ده فيه حاجة يعني زي زي لغة السلة بتاعتنا القديمة اياها. تاني. ايه? تاني يا زيزو. ما انا قلتلك تاريخ حياته كلها. يعني غنها لك تاريخ حياته اين. ما شوفت زي وسخن. يا معلم. وربنا انت حصل يا معلم. وبرك اللي. طب عليش لما اخزة سؤال تاني برضو الفيع كده. ايه? انا شايف قاعد معاك المعلم شالشابي. اه. انت قلتله على المصلحة? اه. قلتله? قلتله. قلتله. ليه? قلتله استوهته. ازاي بقى? قلتله يعني فيه كزا وبتاع وبعدين قلتله ومحتاج سمامة اوتوماتيك. اوه محتاج سمامة اوتوماتيك فعلا. انا بقولك بتوهه. اه. اه. وعارف اللي انا عملت كده. ليه? انت السابق. ازاي بقى? اقولك ليه بقى ما انت قلتله انه لك لك. اه. قلتله انت كلمتين دول. جريت على الوضع طيب. سألته. قررته. قل الكل اللي انت قلته وله. قل هو لي. شفت بقى رافيو? يعني فهمت ان انا صح. اه طبعا. صح. وصح جدا. ياه. انا من زمان وانا عايز اكلمك على الشرشابي بقى. تعرف ان الشرشابي ده هو اللي هوزه على ابوك. هقولك ازاي. ابوك كان محتاج يشتغل. واعوز بيضعه. وروح تكيطلو بضعه. وانا اللي دفعت الفلس. شرشابي قصر انه لازم يكتبه صلاة الامانة. انا مكنتش عايز. يعمل ايه بقى? يوزز حد. يروح يسرق البضاع بتاعت ابوك. ويخليه يدفعه صلاة الامانة كلها. شفت شرشابي? عشان كده انا بحبك يا زيزو. عايزك تاخد بالك قوي. اوقع اي حد وانت في السوق. ياكلك كتف. يديك بنية. تقع. وتبقى حتة ازاز زي ما حصل مع ابوك. وتتفشفش ستمية حتة. الله يرحمه. بقى يقولك يا بقى عشان نخروم اللي احنا بنعمله ده. فرح يا البيت سومياختك النهاردة. ايه هتشرفني ولا ايه؟ طبعا انا مالي. خلاص. بس انا انا مش شايف فراشة ولا اي حد يبينصب حاليا. ما انا راح لهم جاري اهو عشان اجيبهم. بس انت لازم تشرفني. ان شاء الله. هستناك. طبعا انا بس عندي النهاردة جا ما انا شايف كده افتتاح وباليم شوال حاجات دربكة يعني يا خلص وجينا. الليلة مش هتكمل اللبيب. ازاي بقى. خلاص. انت حبيبي. حبيبي. ربنا بركلك فيه. حبيبي ربنا بركك. انا اقولك عمل حاج. ربنا نخليك. حمدلا على السلام. حمدلا على السلام. حمدلا على السلام. سلام عليكم. شايف حاجة. الله يخليك. الله يبرك لك. قلت يا حاج أنا جاي شاري ومشاهد حد في الدوناج اللبن لا عاصم يا ابني صاحب الشأن هي ودهلك هيا لبن نازل جيب الشاب كانت ديني فرصة بس يا عاصم أفكر ورد عليك النهاردة ان شاء طيب ولسميته ايه التأخير لا انت أومر تشوفيني ولا أومر نعرف بعض معلش ديني فرصة فكر طيب تحب نخرج من الفكر سوا مش مستهلة يا عاصم أنا تقريبا كونت قراري يعني ورد عليك النهاردة طيب اذا كان كده بقى يبقى أنا بعد فرح بلت الحاجة أنديل هاجي أنا وابوي ونخت بلوبنا راسي ان شاء الله السلام عليك وحاجة بدي مع السلام يا عاصم معرف السلام يا ابني ايه اللي انت مبتينة ده قراري يا باب افتكر يعني ان حضرتك مش ما مانع بسلك منا يا بنتي فكري في نفسك يلا غير حاجك لازم اتغير يا باب عشان اعرف اعيش طالما مش طائرة اللي بحبه ولا ارفقنا على الناس بي فمفيش مانع بقى لقبارة المتاحة واللي مقمول من الناس كلها بسته يا صباح الكل يا حاج لطفي اه خير يا باب جيه لك جواب من برة مسجل من بلاد برة من ابنك صالح مش ابنك صالح برضو مسافر برة اه يا ابنو ده اول جواب منه معلش تلاقيه مالهي في القرشينات وبقرة يتسل بيك لمواغذة من دبنا هنا استنى يا ابن استنى شكرا عم الحاج السلام عليكم السلامة والبركاته ايه خير وهي جمنيين بس الخير يا باب ايه اخوك جراله حاجة يا رتكن جراله حاجة يا باب البيبعت لك توكير اسمه عشان تجاوزه على البيت اللي اسمها هالة دي لا لا مستحيل طبعا هي دي النهاية طبعية الواحد زي نهلا بالتفاشل يغتسوا له وادوا لي اه طبعا الله يا باشا ما حيشني دير المحل والتشتباط ودير تصرف الفلوس اللي معك ولا كاني فيه مشروع شغل بيننا ابدا فضلت خيرك يا باشا اقمر انا مع سيادتك وانا مغمض وانا مغمض ولا حاجة هات بطاطك وانا معكش ناخد التحري وعلى ايه يا باشا موجودة بأمر الله اقمر يا باشا خذ يا مسعود تصور بطاطة دي وحتى لو سبحت حضر يا فضل ايه باشا هتحبسني ولا ايه نعم هنفيشك تفيشني خير شو انت لسه هيلي انه هاتبش وراي وانت بغمض ماشي بس رمه اغزعاني خليني كده بنص عين عشان ما بوزلكش الشغلانة بك روز بقى هو من النهاردة ببقى الشغلي خلاص هيبقى شغلك انا عماك بجهزلك الورق عشان تعرف تستورد من برة استورد مرة واحدة بس انا اسمع عن الحاجات دي مكلفة يا باشا وماله الفلوس موجودة واخصمع من نصيبك في الارباح بعدين طيب معلش لما اغزعني انا مش عززر قدام ساعدتك ان انا غابي وكتير الكلام قول 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 واحنا نستورد دي باشا اي حاجة يا زيزو اي حاجة هيقع لنا فيها مكسب سريع وكبير هنلوس بص انا فهمك بس لأول واخر مرة لما تبعي احد مع الناس كبار ما ينفعش تكلم غير في الحاجات الكبيرة وتبص للدنيا من الزاوية التانية الزاوية التانية دي يا زيزو مكالمة التليفون فيها ممكن تسوى ملايين ومعلومة قد كده هو ممكن تقلب شارع بحال وزي شارع عبدالعزيز انت طبعا عارف ان انا قعدتي مع الناس كبار دول بس انا مش عارف اعمل شغل ده بنفسي الجرائد بقى وقفانة على الكلمة وممكن ان مضيتك تخلي اي جورنال يكتب في سيرتك لمدة شهر لما اغزع باشا العملات دي شمال متخافش يا زيزو كل شغلنا مظبوط مظبوط عالشارع قانون اصل واضح بالنسبة لنا ما احنا اللي بنفصله وشيلني واشيلك طب ما انت طلقت النبالة ده ما باشا وبتعرف تقول شيلني واشيلك وش راح يا شراح ومن جور السعيد يسعد هتسعد يا زيزو هتسعد هتشوف ايام ما شفتهاش ولا في احلام اليقضاء انا هخلصلك الورق ده بسرعة عشان نبتدي شغل فورا بس اللي اوله شرط اخر نور يزيزو المحل بتاعك والوارشة في شارع عبدالعزيز لازم يفضلوا زي ما هما وانت هتفضل تجري على لومتاش مهما ان كانت صغيرة زي ما كنت لكن نشاطك معايا بقى هو ده العالم السر بتاعك يا زيزو من النهارده يا بطل بقى لك عالم مسهور تدخلوا لكلمة سر وما حدش بيدخلوا معاك ولو حد خد خبر او دخل هتبص لاي الساحب زي ما يكون نرمى عليك لايا كده ولما شالها انت بايد مفيش اها بشا الفيلم الرعب اللي معلك دخل علي يا بي ده بتجري تشجعني ولا تخوفني انا ما بخوفكش انا بس بحفهمك حجم الشغل اللي منتظمنا يا زيزو ده شغل بالملايين في وقت الناس بتيجتل نفسها لهمية جنيه اه بس السيادتك وعدت يعني انه الشغل شرعي ونظيف ده وعدي ليك بس كمان شغلنا ده سري للغاية لا من احادي ما تشلش هامل ايه اللي عندك بقى باشا صفقة جزم ما تتحقش كده دي كبيرة قوي ايه مستوردة يعني؟ طبعا ايطالي وماركة مشهورة جدا احنا هندفع جماركها بالكامل والمشتري مستني يوقف طبعا ايه لمواخذة يعني يا باشا جماركها دي تعويرة تعويرة؟ يعني ايه تعويرة يا زيزو يعني هتحتاج لجمارك فلوس كتير قوي يعني مش مهم هي مكسابها كبير بعد جمارك برضو طب ما نلعبها صايمة صايمة؟ اه يعني ندخلها عيوب صناعة عيوب صناعة ازاي؟ نقطع الجزم مثلا يا نقطع الجزم يا باشا بس احنا لمواخذة يعني نقسم الصفقة دي كورتنالين 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 اتنين كورتنالين تمام جزء منه فرد يمين والتاني فرد شمال وكل واحدة على العمينة تانية خالص ويه الحكمة في كده بقى؟ البضاعة المعيوبة يا باشا يا جماركها مفيش واللم بقى الفرد اليمين ع الفرد الشمال وانجوزهم وتسأسق بقى تسأسق ده انت جاي جاهز بقى من الجنية تلميزك يا باشا لا تلميز ايه؟ انت بالنظرية دي دخلت عالم المستوردين بغير ما تدفع ولا مليم معلش يا باشا سؤال اخير بس قبل ما امشي قول قول كان قدام سياد تكعني اندل وشرشابي وهم قريبين وهم كان اولى بالمصلحة يعني لا 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 يا زيزو دول اخيرهم بتاعها مضروبة يا ابني ماشي وانا معاك يا باشا وقلبي حديد وهو ده زيزو اللي انا عايزه مع السلامة يا سيد المليونير سلامة يا باشا سلامة سلامة انا سامع صوت ابوها في وداني بما كنا ماشيين على الكورنيش ساعتها كنت في عددية جاب لي حم السيام وعدنا يوميها قال لي انا بحلم باليوم اللي حط اسمها الدم باسمها على يافطة كبيرة بشارع عبدالعزيز ساعتها اعرف اني خلفت الله يرحمه الله يرحمه تعيش وتفتقتي لأ حولي ربني املى عليك بالبركة اشنا مع بعض ان شاء الله سبحانه كمه مددنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 مثيل Зيزو الموسيقى ايه محسن طب الناس كده تأكل بلاء ؟ موسيقى سامعى موسيقى طيق موسيقى استنيني هناك وانا دقيقة كده او حصالإ يا سلام يا عم الفاتح انت تتيب عربيتك مكانها عشان ما حدش يحس ان انت مشتو الزبت الفرع ايه؟ عشان ما حدش يحس ان انت مشتو الزبت الفرع بالراحة الراحة انا اتروحها للنص يا وقف سكسي وحستنك بقى ودتأخرش معناك من الهونية الشعبية المتقلق دائما فوق سماء الفن بنت المدنونة كل يوم كل يوم احلى يوم كل يوم اقول انساء بس برجع احني تاني اجمل يوم هو يوم لانت روحي وعلبي معاك بس يمر بوعدات كوياني قالدي الله ما تسبيب البرلمفطور خلاص بقعش مسلّال prisّال من بتوعّ.. المنطقّ 얼ول طريق نحضّلك آساه تسرقي crimes عندنا الوقت في غاية لما جيدك فيها ايه اللي عني بغاني بيقولك الجرعة دي بقى هي اللي بتقش وميني بيقولي قالي ايه ميني محدة قالي حاجة يا بديتك اسمع البيت دي نورة على ايجلس وزال ما قالوا في الامثال حب اموال وحب اعمال وغاد لحظتنا مع النجمة المتولقة نجمة كل المسارح مصر النجمة والفنانة اللي يستلم وتحرك ليلة موسيقى 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 اول مرة اول مرة عناية شوف امر الارض ماشي ماشي لو طلع بالننار موسيقى 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 انا شبت مرة واحدة بس قلبي رحلة سبحاني الخلق في جماله شبيت لوبك سنقملك لك تعيش يا كلي كلها اتريكي فكة السفاية ايوة عجبت انت الطبقة الجادلة بيت مالبزار دي الورقة طازة ما بقالحاش ساعتين هيا النور قطع بوش في تخير وليه عملت كدة يا كي اوان انك بتقطعته يا اما اضي عالطلاق عشانك يا ذيك قلت ايه بقى ادي احنا السنينة لما الفرح خلص اهو جنالكم عشان يبقى الفرح فرحين قلت ايه بقى يا ستوكل لا يا شرشان لحظ انها اماخدتش اي وقت في التفكير التفكير يا رجل ممل انت متشكو التلاط سيب اليولاد اتكلموا مع بعض ننزل بكرة نجيب الشابكة اللي انت عايزة هلومي ايه بس خلي بالك انا لسه ما خلصش الكلية يا حبيبتي كلية جديدة خلصيها وانت ببت جوزك ماشي يا عمي يعني انا موفق نجيب الدبل وكده وانا قرى الفاتحة لكن بقى الفرح وكاد بالكتاب ده بعد ما خلص خلاصي هو انت يبقى ايه لك ادي ايه في كلية اله اللي بتاع الاجزاخنات يبقى ايه لك ادي ايه سنة غير اللي انا فيها زي غير اللي انت فيها كمان ده يكون بقى لوة ده يطلع على المعاش يا شرشاب كفاية انها وفقت على الخطوبة خلاص يا بابا اللي انت شايفه انا انا اعمل اي حاجة امتير انا المهمة عندي رضاك انت يا بنتي الله الله انا كده بقى هبدأ غير ونعمل وطفها لبنة خلاص يبقى بكرة ننزل الساعة ونفتح ايها محل عايزين وتنقي اجدعها شابك انت عايزاتك ونقرى الفاتحة بقى ان انت تجوز عاصم ابنك للبنة بنت يلا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحمن بيت صغنة فوق جزيرة لوحدنا انت ده الاعدال كده هتقوم يلا البس بسرعة عشان نلحق الفرح قبل ما الناس تلاحظ غيابنا وتبقى فضيحة طب تعالى انا ام في حرير شوية ما تغيريه لاحسن وتنيميني لنا انت عارف انك لو حاسس باللي في قلبي ما كنتش تقعد تهزر اعدل القميس بتزرره غلط وا intermittى وأن اللي في قلبك بيك ان شاء الله انا الودي ودي يزيزو احتك ده جوا قلبي واقفل عليك كده واتفنك جوا اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجبك كل امو لي اتغيرت يزيزو من يوم ما شفتك ولظه هتغير كمان قول لي أنت بس نفسك أكون إيه حكوم نفسك تكوني أبا جورا لا يا نينة آن أمك هتخش علي بالشويتين دول ما يأكلوش معايا العلاقة اللي بيننا أنت عارفها كويس واسمها معروف عند كل الناس صدق إنك عاي الرم وواطي قومي مش اطلع بر لم لسانك عشان كده ممكن أزعل ونزعل وعش قوي ما أنا كمان رمية نفسي عليك يا زيزو هو في واحدة طبيعية تعمل اللي أنا بعمله ده وده اللي قالقني منكم خوفني بكحة وعنيك واسقة كده مش عامل حساب لحد ولو دورنا بقى بدماغك دي هنلبس سويت في أي لحظة يلا وملبسي خريقا نلحق الفرح بانوا 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 على أصلكوا بانوا بانوا يلا يا جسمة يلا بناد خلوا بلكوا من بعض ايه قل داشا قيل بقول لك ايه انا باخدك بس اقول لك أي كلام ما هنفضل قاعدين لغاية ما الفجر قدن ونزل نصلي مع بعض قدن الولايات طرسة بقى ياخدوا على بعض عرايس قاعدة قاعدة حاج بحبك ابوك قاعد برا يسمعك بتحيب اطلع في البلكون دي واقول شارع عبدالعزيز كله اني بحبك ده انا بقى وفيت على واحد مجنون وانا مش عارفه اللي شوفكم ما بقى الجننش يبقى ولا بيحس ولا بيفهم ممكن اطلب منك طلب وده انا بقى الطلبات وده لعبانات وباجع دماغ من اولها دعم مهزر بص بقى يا ستين الدكتور الوبنا دي تؤمر بس وانا اول تمامة فاند ايه وعد خلينا اندم على موافقتي عليك بالسرعة دي مش عايز اتمنى الزمن يرجع بيا تاني لللحظة اللي مفروض كنت اقول لك فيها لأ انتي عارفة اللحظة اللي انتي قلت فيها قادي هي تاريخ ميلادي الحقيق هي تاريخ ميلادي عاصم اللي مسج النجوم بقى دي تفتكري بقى هسيب اليوم اللي فيه تقول لي هاتين دموا انت معايا ايوة بس انا مش نفسي ان احنا طول عمرنا مختلفين عن بعض في كل حاجة اوكي بقى كيف هي بقى خوف وتردد والكامية بتاعتك دي نسيها ايش اللحظة اصلا ما بقاش فيه وقت للتحليل ولا للتردد ولا لأي حاجة خلينا نبدأ صفحة جديدة واللي فات نرميه وارا ظهرنا احسن انت يا مريكا ده برحت لكن انا بقى مقدرش ننسى الايام اللي انيت فيها انك تقولي اوه بس انا حافظ على حبيليك حبك له ايه ولا انت بشنا ما تحبيني ايوة بدا ده رايز شاكرين الله خرب بيتك ما خرب بيتك كما انت فرحة لامة هنخش ازاي ايه 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 مالك مكلبشها فيها كده ليه حاد مو مكلبش ليه واد فيه مالك حاد لي ياخد بالو مننا الله خرب بيتك ما اللي ياخد ياخد واللي بيدينا حاجة يقطاعها يعني افرد يعني لمواخذة يعني حد من ابوك والله صبيانو شفنا هنعمل لي دلوقتي ابويا مش فضيلي ولا فضيلك ابويا عند عم لطفي بيجوز لبنا العاصم ايه زيزو انت رسا بتفكر ريها ايش قادي بالق game طريق انت رس بيجوز ابويا أ immediate مويا توصل لй حد الحيم يا زيزو انت اللي تلي مين مين تحبيبي ايش هيكول الحلاوة دي؟ واللي انت شغل فيه دقيبتا ايجتك؟ كمتلك عباك... ما ما تلوس وتقول كببكها حايا الخاب خام هش بقول ليا؟ بتقول إيه؟ أن انت حوالي في كل مكان حتى وانت مش جنبي بحيث أنك حوالي يومي أنا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو انت همك مين في الشراحي؟ يا هني يا هني خلاص؟ يا زيزو انت بالنسباني مش مجرد حالي انت الدنيا كلها الدنيا اللي مدخلت عايش من نفسي عايشة تحتة مني وكل اللي فاتت يا مين يا عام انت وقعد مستني مين كده واخد الراكل؟ انت مال حضرتك يعني؟ مال حضرتي؟ وبنزلي بقى عشان نتفهم يا أخويا عيب كده يا أستاذ انت ايه الطريقة اللي بتاع اقول لك مستني مين؟ ترد؟ يا أستاذ عيب الطريقة اللي بتتكلم بها دي أنا بدكتور شاوي دكتور على نفسك يا أخويا بيه ابن قدم انت؟ ما لكم قاله ده جوزي جوزيك؟ اه جوزي جوزيك جوزيك ولا ورقتنا عرف؟ لا يا زيزو جوزي على سنة الله ورسوله ايه اللي بتقوله ده؟ مين ده يا مريم؟ خلاص يا عام اغلطناش في البخاري يا عام اتوكل على الله يلا يا شاو ورا انا مستشف يلا اشعجيبي ماما؟ احنا بقى نجيلها بعدين بقى نجيلها قدم جاهزيك لا 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 رموش وتويل على خده جينا احراف احراف رموش وتويل على خده كانت في السوق. اشجان وانتي كويسة. انا بخير. انا بخير طول ما انت بخير. مالك في ايه؟ مالك تحت عناكك حال كده. مش عوايدك يعني. اخبار الجرحة ايه؟ يا بوي دفعت شهرين. وارجعنا حسن من الاول كمان. دقيقة واحدة وحضرلك الوقت. دقيقة واحدة. انا سأل فل. راح فيه؟ ابدا. راح اذكر معروات شريف شوية. الف مغلوك يا معلمة على العربية والمحل. وانا خليك. طيعم حكايتك كل ما تشوفني تبوس راسي. في ايه؟ مال دماغ ده موضوع. لا دماغي ولا راسي عشان تفرق. لو راسي يبقى عشان المذاكرة. انما لو دماغي انت عارف كويس ان انا مبعملش دماغ. دماغي. دماغي كمان. قلدة انا عايز اكلمك كمتين. اعارف ان هم تقال يعني. على شبه سنك. بس ما عليش اخوب بردك. اتكلم يا اخوة. خيش. انا كان نفس اتعلم اهي. انا كان نفس اتعلم. والحل ده بقى بيشتغلي كل شوية. ويزاد اللي من دول. انا عارف. انا بقيت عامل زي واحد كناشي في طريق. وكل شوية يلاقي شيل المرمى على الارض. يكسر. يكسر الوقت اللي ده. ويمشي. في اخر المشوار بص كده في ظهره. بقى المبلغ كان كبير اول. حلو التشبيه ده. وانت بقى ندماني. يا راجل. انا حتى ما بقاش عندي وقتا ده. بقى لك انت. انا كنت دخلت الكلية. مكادش هتبقى قل من كل الطب. اه. وكنت حابقى واستاذ فيها كمان. بس يلا. كل شيء نصيب. وانت نصيبك زي الفل. وبعد المالك يا عم. ده انت ناجح ومحققه. هو حد قدك. اغصم بقى شهادة الجامعة من كل اللي حققته وهحققه. هبقى ايه. هبقى ولا حاجة. الجنيه غلى بكرنيه. الكلام ده كان زمان. دلوقتي. لا. ودلوقتي ومن ساعتين بس. انا اتضحل ان التعليم ده. مش مجرد شهادة ووظيفة وخلاص. لا. ده ثقافة. فكر. حاجة كده بتباد في الدماغ. وتخلي الناس تشوفك. وبقى لك وجهة نظر. وتغير البني آدم. وانت احسن بني آدم انا شفته في حياتي. وانت البني آدم اللي حلمت اكونه وفشلت يا وليد. بس انت هتبقى وحتكون. انا عارف تمامك كويس اه. وكده السنة دي برمت منك معلش. عايزك تاكل كتب الدراسة اكل. عايزك تتنفسها. لازم تطلع الاول اوليان. فاهم. مالك يا زيزة. كويس. بس حس اللي انا دايخ كده وزي الواكل عالق وباسم مكسر. ما عايزك تاهم اللي انا ما عملتوش. ما عايزك تبقى ناشف. انا بقى الموردلي اللي هبوس راسك. اللي طلعت البقين الحلوين دول. واوعدك. واوعدك انها شرفك قدام العالم كلها. هخليك فخور بخوك. ومش الله يعطعبك هذر ابدا نزيزه. امروح بشورك يا الله. يا دنيل علي وعلي جابني من بدر. انت يا وليه على طول اعدالي في قطي. ما تروحي تقوطي في قطك شوية. شربت قهوتي وقعدة مستنياكي. عشان اسألك يا روح الروح. سبت الفرح وروحتي فين. اعدامك كنت في الفرح. ايه تشعبتك كنت في الفرح. بقولك يا وليه اعدامك كنت في الفرح. انت بحكيلك ايه اللي حصل فيه من اول والاخر. ايه اللي حصل. طبل وزمر وزغريت ورأس ايه. هاري رأس كده يا اما. ولا ضرب النار. ضرب النار كان بتجامد قوي يا اما طول الليل. يا روح قلبي. جرعي يا بيت. انت شاه فاني لابسة الطاقية البرتقاني. في فرح في الدنيا. مفوش رأس ومغنى وضرب النار. يا بيتة حرام عليك. ده انا قلبت عليك الفرح كله. فص ملح وداب. كنت فين؟ يمكن تساعت لما كنت بفرش لسمية شقتها. اسكوتي. مش ابوها عامل لها شقة في عمرته. وجوزها عامل لها شقة في برسعيد. حظوز. يعني بنت الهابلة دي عندها شوارين. شوار هنا وشوار هناك. بقولك ايه. ما تجي نقوم نروح لها. واح يا طمك. عايزانا نروح برسعيد دلوقتي. اتي يا بيت تجننتي. نوت على طلاقي بدري بدري. ما تخلينا في موضوعنا احسن. الورق يا بيت اللي نزلتي من المغربية عشان تجي بينا. جبتيها من عند المحامي ولا لسه؟ ولا حاجة. المنايل ما عملش حاجة. موكوس. طلع بيشتغلني علشان يقعد يحلب طيعة في فلوس. لكن وحيات ام اللي حضر وران غيت لما يطلقني واخلص. ما هو على بال ما يخلصك. هتكوني خلصتي علي يا بنتي. يما مش قولنا الكوتشينا بتتلعب ورقة ورقة. ودي اول ورقة ارحميني. الصبر يما مش كده. حاضر صبرة يا بنتي صبرة. يا رب. سكوتي يا نعمة. اما اللي نادي كانت ليلة ولا من ليلة العونة. فكرتني بليلة فرحي. لا اياها. احلى منها مت مرة. يا رب. يا رب يا بنتي يا مفزوعة. يلي فزعان. الهي يا رب اشوف يوم فرحك يا رب. يا رب. يا رب يما يسمع منك ربنا. يا رب. طب ما تقومي يا ولاية وتتلحلحي كده شوية وانتي زي القمر. اطلبي الشرشالة. اعزميه على العشا. ايوه. وبعد العشا حومة. ايوه. ودليفة صح. والله ملايف وحاجة. ايوه يا ولاية ترجعي ايام زمان قبل ما يتجوز عليك يضر ردك يا خايبة. خدك نصيبة. نص كلامك الاولان يحلو ونص التانية ترمي في الزبالة يقربت لسانك. ايوه". عبد العزيز عبد العزيز الوكل هيبرد لا انا معليش نفسها ايه مالك خبري متشكلك مش محتاج وكل محتاج نجل دم ايه زرعتها جمح طرح الدوم لا زرعتها وارد وفل واسمين وعلى كله يا عدو ياطف العطفة وطار كلامك واعر جوية والدخال ان شاء الله عدوينك اللي ما يلحق ويزرعوا ولا يتهنوا بلتجمعوه ايه في ايه مالك مش حاجة مستهلة من الراجل يتجهر عشانها كده لا راح راح نساه وارتاح كل ميل اللي زعلك ولا قطعه بصنان اللي بحبها اللي بحبها ستويتني النهاردة وتخطبت لحد تاني غيري ما عشت وانا كانت اللي اتفرط فيك يا سيد الناس اللي بيعك يا والد خالي ما تبعوش لا البسوا مداس لحد ما يتقطعوا بعدين رميه اوه اوه برميها برميها ازاي بس ويسكنة في كل حتة فاي احلامي قلبي حتى عمري مراح اسماني وجهول جالتها اشجاب اللي تفرط في راجلها اللي بيحبها هو شريع عشان راجل تاني وقالي في صدري هذا مش جلب شريف بجا جلب عوالي على قد القجر اللي بتجبطها بتتديلك بس هي مش كده اشجاب هي عاد يا سيد الناس هي بتحباني والله العظيم بتحباني انا عارف انا قلبي عمره ما كذب علي عارفة لما اتخطبت يا عنا نقولت خلاص انساها بيع زي ما بعد بس لما حسيت انها راحت مني حسيت اني خسرت خسرة كبيرة قبل حسيت اني مبقاش ليا مستقبل اعيش ولا حتى ابكى عليها اللهي محكوكو ما عندكش حك دي اللي تفرط في راجلها انا ما تسواج واللهي ما تسوي طيب كيف الحالة ما يبكى راجلها دي سيد الناس عبد العزيز واللهي يا تندم يحيينا ويحييك ربنا عشان يوريك يفرحيك ويجلبها مندم وياخد بتارك جدام عينيلك وكان عليها قد خبيتك تشوه عينيها وقفلت عليك موسيقى 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 أنا لقيت النور والا قلت يعني أدخل أتكلم معك شوي خير يعني حس كده أني كنت وفقت على موضوع عاصم دوت لما حسيت أن أنا مش موافقة على عبد العزيز فات وقت الكلام ده يا بابا إحنا خلاص دينا للناس كلمة وقارنا فتحة وده اللي ما حسستني بالزمد أنا بعرفك لما تبقى مش بقتنع لبناء ده عايز يعني بيت وعشرة وأولاد ربنا هيقدرني يا بابا وبعدين يعني عاصم مش وحش قوي للدرجاتي كيفية أنه بيحبني ويتمنى رضايا وإنت هتقضى لي هتقضى لي تحب واحد تتجهز واحد تاني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت فاكرني إيه؟ إنسانا طبعا مش حديد ولا ملك قديك قلتها طالما أنا إنسانا بقى يبقى أكيد هنسى ده البناء أدمين مش أنت مرة قلتلي إن إنسان جاي من نسيانا يبقى لازم هنسى صح وكفية أنه بيحبك زي ما أنت قلتلي يا هيصونك ويخاف عليك مش كده سيبك مننا بقى أنت مش صالح بعطلك التوكيل عشان تكتب كتابه على اسمها هالة زي مش حامل حاجة خالص مش حامل حاجة هو عايز ينزل الجوزة ينزل الجوزة لكن أنا مش حامل حاجة خالص في الموضوع ده يا بابا ما هو أكيد كلمه هو اتفق معه على الجواز وإلا ما كانش كتب لك التوكيل ده خلص بقى خلينا نخلص من الموضوع ده والنبي عشان خاطر نخلص إيه؟ ده بقى بحيتفتح علينا مش حيتسد أبدا ده جواز يسفهم يعنيه الجواز عارفة دي هتبقى إيه؟ مرات أخوكي أيها وصالح أخوي قبل ما دي تبقى مراته يا بابا عشان خاطر أنا خلص الموضوع ده بقى ربينا بقى يا عم ما في الخير هتفضل قاعدة كده ولا هتنايمة ولا هتعمل إيه؟ هذكر هتفضل قاعدة كده يا وبعدين هتفضل قاعدة كده عندي أمتحان بكرة هتفضل قاعدة كده؟ يعني على نص الأسبوع الجاية نتكلم بقى بقى عن الأمتحانات أسبوع الخير وانت من أهل أشغان؟ بيت يا أشغان انت يا بيت أشغان؟ ايه مرات خالي؟ خبرين فيك؟ مالك يا دناي؟ انت بتعالت وانت في عز النوم وبكي عليها بس ربنا يجيبش بوك يا بنت دمعتك على خدك أهيك قولي حلمت بإيه؟ حلم وحش يا هو عفش ومش عفش حلمت إن جدي فضل مات عادي يعني هو عبد العزيز صحي عبد العزيز 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 النهاردة عند المقطوعه دي وما لكش صالح باللي هعملوا معاه أخذك فين يا بنت؟ واه! عند بنت الملكومه دي اللي رجعتك مكسور وحزين أتخافش، أنا مش هعمل حاجة خالص أنا هضروبها بالجازمة بس، وهقول لها كلمتان عشان أطفي ناري وأخذ الطارق خلاص يا أشجان، أنا هعمل بنصحتك وشيلها من دماري أصلا وأنا مش هيهدع لي بقى غير ما أعمل اللي قلت لك علي دي ما خلاص بقى لا ما خلاصش ولم أقول مين يا بنت يا أشجان؟ إيه اللي مقومت معيات توجيبك على هم؟ بيكون في معلومة كمرة خادي ولدك مدكش ازاعد من مبارح ولو مرة أشرب نفس حدو كالزين هيوجع من طوله قديني قلت لك ها ربنا هي لديك يا بنتي وروق بقى أما أنت كنت تقولي لبنت أشجان كت بتعايت؟ كت بتعايت وهي نايمة ودموحة نازل على خدها يا بني أنا حسة أنها شافت منام مش حلو يخصك يا عبد العزيز أوه قلب الأم مش زيك قلت خلاص الوقت كبر بقى وشبه حنية بكت الهزار واسمعك لحد أمتى يا عبد العزيز دا حتى ميرضيش ربنا يا بني هو يا أمى دا مش فاهم لا انت فاهم كل حاجة البيت دي من يوم ما جات وهي مركبانة لغلط من فوقنا لتحتنا متجوزاك ومش متجوزاك شايلة همك كبير والصغير وعمرها ما عصتلي أمر ولا طلب الطلب من يوم ما جات دي حتى كت حاكمت عشان انت تعيش لا حد قيمت الظلم دا بس يا ابني كله بأمر الله يا أمى كله بأمر الله ربنا يجعلها أعطى برزقها واسع يا صاحبي ليس هالها أمى المحل دا بين عالية فتوحاني لسه بنفرش وبنقول يا هادي والناس راحها جاية عمالة تسأل حتى من جرم حادة لأصغر يا صاحب جدع يا صاحب جدع كان دعيلك وراضي عنك زي بالظبط أنا كبير راضي عنك ربنا يا سعدك ويكرمنا مع بعض دايما نزيد مش عمالة مالك يا جدع حمي تانح كده ليه بترش مسادة أنك بيت معلن بجد وعندك عين وراس مل يا صاحب جدع أنا فرحانة بجد فرحانة وفرحانة بتر عشان ليه واحد صاحب جدع زيك شوف هاد الدنيا علمتني أن حبيبك وصاحبك هو اللي يفرح لك مش اللي يحزن عليه ببقى في عيني دي عشان بس ودني طولت منك فانش فعلا انت عايزين يعني مثلا انت يا سيدي لو تعبت وانت ماشي في قلب الشرع كده وقعت هتلاقي ألف من يزعل عليك ويوقف جنبك كتف بكتف أنا ما بقى لو كسبت ولا عليت ولا فرحت صعب تلاقي حد يفرح لك عشان كده انت صاحب بجد عينت لإني شوفت في عينيك الفرحة عارف ان قلبك أبوك وعارف ان فرحتك بيه حقيقية إحنا في زمن إياد الناس كلها بتجري وبتقع من بعض موج الجاري ورا لقمة العيش عالي عشان كده بأمينك تأميني على نفسي على نفسي لو حسيت ان الموج خدني شدني عارف ان أهمك وتخصني وأخصك عشان كده بيقولك شدني يا سيد المعلمين يا سيد المعلمين بقى أنا هتقبضني ولا إيه؟ يا عم ميلة جاي مستعجل من بره ده شوية عبد إيه إحنا إسا بعنا حاجة بصوا بقى يا ولاة من النهاردة بأمر الله وليد همسك الحسابات إنه رايح واللي جاي إيه ده إيه ده إيه ده أمت فاجئتني بالموضوع ده أنا محتاجة أفكر يا واد هتمسك الحسابات اللي رايح واللي جاي يعني المصرفات والمشترات الكشكول ده هتقايد فيه مصرفاتك اليومية ومشتراتك اليومية وده بقى حتقيد فيه مبيعاتك وان شاء الله تقفل حساباتك كلها اخر كل اسبوع وانت يا رئيس هتمسك البضاعة المرتجع والمتخزن والمطلوب والمبيعات وعدادها واخر كل اسبوع تقفل عشان تدي البيت معلومات مظبوطة تمام تمام توكلنا على الله توكلنا على الله نعم طب بالنسبة بقى للبلويتين المتسولين مشو أخب بالك بستوار بطالة شابر وبطر اه يا عزيزو انا مش هادف انت مصرع الاتنين دول ليه يا اخي شاكلوهم كده بلاوي يا عم ربنا ما يجعلنا قطياني ارزايا يا اياد الله يدي الناس فرصة خدوهم يجربوا بقدش الحالة وانا واصل بأمر ابنان اللي قال ده تبقى كويسة وزي الفل وده احنا احنا هنفط اقلنا عليهم برضه تفسوء تفسوء يا عمواليد محتاج عنين محتاج علم شاهلتية محتاج علم تجي تخصك كده تجري القهرة بالسودة كله تبقى متفائل اوه عم زيزو ماشي بس احنا برضه مش هنتجيهم بستلك اغر لما يثبتوا قراهم يا مرت خالي اي يا بنت ليه كده دموع 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 بصي دي برا الفنجال كمان بصي ايوه الله يا بنت عملك حال ليه مهمومة كده ما يبي وكيلني على العيال عامل ايه عيال ايه مع عبد العزيز واي كفاوزايا الجوار بسي سكته سالكة والله وسكته خضرة ايه بتاع السودة دي اللي جوه داي يسدت عفشة دي جاعتك والله جاعتك انا هتتدبي فيها رصاصة بخر يا مرت خالي ليه الناس بصلي انا بس يا رب انت محسود طب ما تبخري البيت بخري البيت يا عشقان جاية حاطر طبعا اشوف مين اشوف مين مرت خالي جاية ها الصحة والسود مريم مريم ازاكي اشجيب رغبة طويلة دي ابدا كنت مشغولة حابة كده مريم ازايك يا بنت اعود ايه موعدتش بتعدي علي وانت راحة كل ايتك ليه انا تجاوزتي يا تونت تجاوزتي والنبي يا مريم تجاوزتي بقين عليك يا بردك ليه هو عبد العزيز ما قلقهمش انتو الاتنين ولا ايه هو عبد العزيز عارة اتنين بس يا بنت ازاي دقى مني كده من اسبوعين ثلاثة مع جوزي واتخنق معايا وانا بصراحة بقى جاي حزارك يا تونت جوزي يعرف ناس مهمة كتيرة قوي في البلد وممكن يقزها عبد العزيز بس انا اللي مش راضي طيب يا بنت انا مش عقليه يكلمك تاني ابدا بس جوزك بقى اللي يعرف ناس مهمة قوي ده بيشتغل ايه ده دكتور يا تونت اللي كنت بتشتغلي معا اهو عمال زيزو فين ها زيزو في المحل بتاعه بيشوف شغل وياختي مش تروح تبركيله هناك يا اختي المحل بتاعه اه طب فينا معايا لا بس انا بلا ينفع كلمه على زيزو ولا غير زيزو ده جوزي يقتني طالما بيغير عليك يوجد بيحبك صح بيموت فيه كمان يلا عايزين حاجة انا هامشي انا بقى قاضي يا حبيبتي احنا عايزينيك طيبة والف والف مبروك يا ماري يا بنتي وربنا يسعيدك ويهدي سرك ان شاء الله ويرزق برزرية الصالحة ان شاء الله يا بنتي جوليلي وانت هتسيب امك لوحدها عيانة فوق لا طبعا انا اخدها معايا هناك هي صحيح قد معارضة بس هتسمع كلمه تيجي معايا اه اشجين اه يابي سلمي الله على زيزو حامل يا بنتي سلامة مع السلامة يا مالي مع السلامة ايه تحالك يا بنتي ألف مبروك مرضي علانة ويتتكلم كده يا بيت دي جاية تدور على عزيزو عشان تفور دمه انها يعني اتجوزت واحد احسن منه احسن منه مرينة ما تتجوز دكاتة البنات كلهم هتلاقي واحد زي عبدالعزيز جبت المفيد اه ده الموضوع بالا انا عايز اتكلمك فيه موضوع يا مرتخالي انا عايز اروح المطبخة خلص ده خلاص عبدالعزيز جاي وعايز ياكل لقمة موالا حكلمك بقى على الرجل اللي جاي ياكل لقمة ده يا بيت البسي حاجة حلوة من اللي هو جايب هالك واحطي شوية احمر واقدر كده يمكن يمكن ربنا يسهل والاحمر والاغدر ده يتجيب تساهير ربنا كاف يعني انت هتستهبل عليها يا بيت رتيبة انت انت فهمك كويس وليده يخلص كل ييته بيشتغل معك وانا في القودة ولا بسمع ولا بشوف اطلح لح انت بقى شوية عميلي حاجة احسن ده كتير كتير قوي يا بيت ايه هو اللي كتير ده يعني يا بيت انا مش قادرة افسر اكتر من كده الست مننا لازم ان تبقى حلوة قداموا كسره هو انا الست وعبدالعزيز يوبكت جوزي يعني واني صدقتي لوارج انا يفشل جات من البلد دي ولاي عبدالعزيز لازم ان يتجوز بالتبنوت ويفرح زي باقي الشباب ماذا من همه يعني ان يتجوزوه ارمنة وعزبة تسرج منه فرحته ايزا انا يفرحش مرتخالي ايزا يدخل علي عشانك متقلبه افدك من الحديدة مرتخالي لازع منك زعل وارجوه يا بنتي ما تظلمناش اكتر من كده ده ربنا هيعزبنا عليك يوم الدين اجرب يام البنات تعالوا خديلي الغسانة للبنات تعال يا ننوس خدلك بتاعت نموس واتسوت يا كلب واتسوت حضر يا معلو حضر يا معلو يا نديل ايه اللي انا شايفه ده ده الشرع مسدود من عندك لغاية الوادي ابن العتاء فيه ايه انت بتضحك علي ولا ايه بتعمل معايا بالعند الله بيقول انك بتبيع السخان اقل من الشرع كله بخمسة وعشرين بتبيعه كده ولا صلحت الهباب بتاعه ها لا يا وحيات ابوك ده انت سايق معايا العوج على الاخر قوي عموما هتشوف مني حاجات كتير قوي قوي يا انديل وانا وانت والزمن طويل مع السلامة انت عطية يا زيفتي قال اسمك عطية امين يا عاليين امين يا حاجة مور ما عايزك تروح مشوار زي المرة اللي فاتت ما اصنع تلاجات حاج تلاجات ايه انت هتصعبط تروح السنترال تبلغ عن السخان المضروب اللي موجود عند انديل وزيزو ما بلاش الحكاية دي حاجة انا عندي عيال برضو وما لهم عيالك وما للك كلام اللي بقول ما هم قطولوا عمرهم عايشين في خير ايو حاجة عشان خيرك بقى ولاش والمالح اعفين انا من الكارتة دي حاجة الله تمالك كده بقيت بتتكلم زي الحريق في ايه معلم انديل قررني حاجة انديل قررك وانت قلت له المالة اللي قيلك تعمل كده لا يا معلم ما قلتش الكلام ده خالص بس الليلتها الولى بكر وشابره شافوني في السنترال ويظهر ان هم راحوا قالوله فانا داني وسألني بس انا انكرت كل حاجة حاجة بس انا بعد ما خرجت من عنده حسيت ان هو مش واكل معاك كلام بتاعي يعني ومدي اخوانا فهو دلوقت يا معلم هيبقى مدي اخوانا من ناحيتك ومن ناحيتي فموضوع زي ده لو عملناه تاني حياخد فكرة ان احنا عملنا موضوع الغسلات اللي قبل كده اللي خرج منه هو اوزيزو ها ها علشان كده بيكلمني من تحت درسه وعمالي يباعبع في الخلام كقولي السخنات مضروبة علشان يوقعني في الكلام قله نبي متزعل مني يا معلم ههو خلاص بقى طب القديله ب statt stealing في مركبة واحدة وانا عالبرة وخلي مالك بقى الى عالبرة عوام مشاطر قوي جمال بص بقى يا بطل قادي الدوسية بتاعك السجل التجاري بطاقة ضريبية ورقة اداع البنك والبطاقة الجديدة بتاعتك تفضل ما نحرمش يا باشا ان شاء الله تسلم بقولك يا زيزو بلاش بقى سكة ما نحرمش دي ان شاء الله تسلم وتعيش يا بركة وان النهار ده عايزك الكلام ده تخليه شارع عبدالعزيز شوه بس ماش يا باشا عايباشا دي كمان لازم تسيبها تشارع عبدالعزيز شوف يا زيزو من النهار ده معاملتك معايا لازم يبقى فيها يا فندم ومعاليك وسيادتك معايا ومعايا حد تاني بتتعامل معاه ان شاء الله يكون اقل منك انت لازم تسمحه له عشان تكبره ان هو يقولها لك معاليك وسيادتك معاليك وسيادتك تمام كده وكي يا فندم بقولك يا زيزو تتجيب هدومك دي من ايه ايه رأيك هعجبوك اه من واحد حبيبي كده اسمه العمدة هو حراب بس انا بجرميله كله شوية حتة في حتة لو عايزنا جيبلك تأمين ماشي انا مش حاضر على كده يا زيزو بص بقى انت تروح تشتري بدلشيك وتجهز ورق وتروح تعمل باسبور بس بعد ما نخلص العملية دي ليه هي فيها سفرياب برا يمكن مش المرادة بس يمكن تحتاج تسافر المراجع عشان تخلص ورعك من مصانع هناك والشركات باش انا عايزك تطميني على موازعاني صفقة الجزم هي تلاجت ايه اللي تتلغي يعني بعد الفكرة العبطارية بتاعتك دي اللي وفرت لنا 10% في جمالك نوم للغيها ده انا حقولك انا بعت فاكس المصدع وهم فصلوا الفرد اليمين عن الفرد الشمال زي ما انت اقترحت وهيبعتوهم على شحنتين في يومين مختلفين دلو ناس حلو اوة يا باشا موقع عشان كده عملونا اللازم جزب الشحنة هيوصل بكرة المغرب دنيات وانا جاهز والتاني هيوصل بعد بكرة الفجر لسكندرية يعني اخد معي عربيات وشد الرحل لا ليه تريلات المشتري جاهزة ومستنيين النهاردة في الميناء باشا هو سيادتك بقت خلاص المشتري ولا احنا ناخد البضاعة ونبيع بمعرفتنا اهو ااخد وعد بس فهمني عايز تعمل ايه ما ترامى المشتري يا باشا ملهوف على البضاعة وجاهز تبقى ليه مصلحة كبيرة احنا بقى ايه نلعبها روس يعني نقجر مخزن كده قد أسبوعين ثلاثة لسقع في البضاعة ونجيب اكتر من المشتري وساعتها بقى نبيع بقى اعلى سعر بص الفكرة حلوة فعلا وممكن تزود لنا هيا مش الربح بس احنا مش عايزين نشاو شرقة لاحظ ان احنا عايزين نختف ونجري يعني من الميناء للمشتري وده ما عزوكم من بكرة تروح دميات المغرب انا كلمتهم هناك انت تدفع جمارك وتنضي وتسلم وتاخد نص الفلوس وترجع على مصر بعد كده تروح اسكندرية وتعمل شرقة طيب لمواغزة يا باشا انا لحد دلوقتي مش عارف احنا دفعنا كام وباية قدي ايه ونسبة الدراجة بكام والبيع بكام والحاجات دي يعني مش بقولك دماغك بتستفى البرقة دي هتلاقي فيها كل حاجة عايز تعرفها بس لازم تعدي على مسعود برقة وطفل كلوس الجمارك اه ماشي لمواغزة يا باشا احنا بردك لازم نعرف كوعنا من بوعنا كوعنا من ايه كوعنا من بوعنا علوة بتجيب الكلام ده من اين يا زيزو اهو بنا يا باشا من الدنيا قولي يا باشا هم هيدفعوا كاش طبعا هيدفعوا كاش عشان كده لازم تاخد ناس معاك ومعاهم سلاح كمان المبرق كبير جدا وممكن يكون في حد اترك وعلى ايه سياد حضرتك تكلم الرجل المشتري في دومياط يستناني في فرع البنك هناك وقبل من روح الميناء يكون عامل ايه داع لا 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 مش عايزين شرشرة يا زيزو مبلغ زي كده تحطوا في حسابك وبعدين تنقلوا الحسابي ودي عملية ممكن يتم رصدها بسهولة يعني خلينا زي ما احنا وبعدين نتكلف الموضوع ده بعدين بس المبلغ كبير اوى باشا والمسؤولية اكبر وانت عددها يا بطل بس الولع اللي معاك ده سري للغاية طبعا يا فاندا طيب اتصل بي باع بعد يومين عشان تقولي ان انت خلصت ماشي؟ ماشي وقاللي معين اكترمش تعالى قل لك مروحة فرفش المعلي مش شرشابي عاملكو تانيوم بسالة عادية وبسالة موتوماتيك تعالى يا ابني الحلال وإحنا عندينا الشيال اتفضل يا هانم اتفضل يا بي امرخصين الاصغار حافل على السلامة يا عاصر باشا حافل على السلامة يا باشا مسال فولة حاج اهلم اهلم ملتقى يا شو عروسة ايه؟ عبينة اوورت المحلة عروسة لا بجد بنورها انا اول مرة في الميناء فعلة البركة يا عاطية احلى حاجة ساعة من عند علي بسرحة لا حاجة ساعة حاجة ساعة لين شو ما فوق عند العروسة صوف تلقى الشابكة ميه؟ تلقى الشابكة والله طلع تبخين زي ابوك ماليه؟ ايه رأيك؟ صراحة يعني مفيش مجاولتروا عليه إلا ما يقول شاور بس اهلم مبروك يا حاب بسط والحدد معاد الدخل لا دخلت ايه يا عمي؟ انا اشعر بيها ايه؟ انا قلنا يا عمي نعمل الخطوبة والدخلة دي لما فوقت خب ومالو يا حبيبتم ها كله حلو الخطوبة والشابكة والدخلة كله زي الفل يلا بينا نتستاني يا حاجة كريمة حاجة كريمة ايه؟ حصل لنا بقى على بيت العروسة عشان نعمل الليلة زي البول مع السلامة افرستكو بتعملوا اي من غيري هنا جيت في وقت كابت جيت في وقتها ليه؟ بتعمل ايه؟ طعبت طعبت طعب فوق يلا ايه ده؟ انتو جبتوا النهاردة السبكة؟ لا بجيت طب وريني يا بابا عايز اشوف يومياء اذا كنت اعمل بمتحتاج اشتطحت في راس اخطاء طعد ام خبت طلعت من؟ انا داي معاكوا بي معانا عنا فاي؟ انا عارفة هو هاي احد لايه معانا ولا ايه؟ يا الله حاجة يله خذ يا حبيبتي مقرب يا عاصم مقرب يا عامز انا معاصم عاصم عاصم متعاسب يا عامة ايام عندك ايش مشكلة انت عدلتنا في مالك مين؟ ايه يا رئيس؟ معلم زيزو؟ زكا رئيس ألف ومبروك على المحل الجديد الله يبارك فيك وانا متأخفار يا معلم بانا هستنات بقى تجيل المحل ببارك لك نفسك يا بزا عجل ده انا جايلك وجايبلك مصلحة لود النبي او الله ربنا يكرمك يا باشا وصلح ده انا يخليك يا حبي الله يخليك يا معلم قول لعاصم ولوبنا مبروك لسا جايبين الشبك مبروك يا عرم سيزو يا عم ايب عند ايش مشكلة انت عدلوبنا في مالك مين؟ ايه يا رئيس معلم سيزو؟ زكا رئيس ألف ومبروك على المحل الجديد الله يبارك فيك وانا متأخفار يا معلم انا استنات بقى تجيل المحل ببارك لي بنفسك ما تستعجلش ده انا جايلك وجايبلك مصلحة لوز النبي او الله ربنا يكرمك يا باشا وصلح على ده انا يخليك يا حبيب الله يخليك يا معلم قول لعاصم ولوبنا مبروك لسه جايبين الشاب ألف مبروك يا باشا يلا الجدعانو بقى عشان نعملوك فرح يهد شارع عبدالعزيز مبروك يا عروسا هقبالك يا زيزو يلا يا بله مبروك يا باشا او الله وبعدين في اللحنة فيده يا أستع مب shots لو اه يا بكرم احنا زي الفلة هو بنشقه طول النهار وبنرجع اخرا اللين نغمز اللقمة وبعدين نحبس عشان ننام عشان نصحة ونشقه تانى وزي ما انت شايف حدنا تنطقنا والحياة بقيت فلة وجبنا تومة هو بس انا مش متكايف يا أستع اغرق الميا ولا اللا يا بكرو؟ البني مبقاش يخش بيتنا بقى صدتش الكيف ده يا شبرو تبقولوا عصر لا يا اخو يا هو حيقصر عشان يروح عشان ينام تسكت يا امو سعيدة انا مش راجل اعاده صادق ولا يا ايه بدا ضيفنا قول يا بكرو احنا بقى ده صبيان عد زيزو عصر زيزو بتاع زبان اللي كل ده من طرقه له هو عيل صغير دلوقتي احدى عيال عدو ولا هدول اذكر البياعة ولا هنقلب تجار ولا عبنية هدعم المصلحة جابو اتلم يا اغراب البين اتلم يا اخوي ده انتو من يوم ما اشتغلتو معزيزو وانتو عشيتو يا اخوية باعت معدن بعد ايه تستنكعها انت بتفعشافش مع الامرات امان اها اعاد يا بكرو انت رابت على اذنى غدب ايا يا شبرو انت بترفع مراتك على يا شبرو ده سيتي اللي عيش والبانح اللي من ده والصحابية كلنا بنقول ايه انا حابب المصلحة افتر هو عايز ليلة بالشي اللي بنده وبلدة هنفضل كلاب كده جابه على طول وعفين على رجلنا طول الدهار ولبه هو هيسافر يوب يبعت الوقت اخط البيز يتمرقص علينا ويفضل طول الدهار يضق على على المكتب على الطابلة على الان الحزقة شاكلنا وحش قدام صحابنا السواب يا باكروا اتلم يا شاب رو اتلم يا اخي وخلينا عايشين اتلم يا حسي سلينا انا مش عاجل اصحاب دي قم من هنا بدا المعالم على وجه الجاب انت قم من هنا قم من هنا قم من هنا شرانية اهدى بقى اتصلي على الدهار اهدى 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 هدين ايديت اهو باش مع بكروا عايشك كده بقى بتقول لي هي الخطة اللي هنعمالها معليش مجيجه ده عطيه انت عطيه عمين يا حجي جاي لحضرتك اهو اه عندك بضاعة راق ده في المخزن فيه معلم التلاجة الكبيرة والتلفازيون الجديد التلفازيون الجديد اخلص هنحرق ايه يعني هنحرق نحرق ايه يا حجي كل القضاعة اللي راق ده عندك في المخزن تباعها بسعر الجملة لا مش بسعر الجملة بسعر المصطع كمان يا حجي ما بالهداوة برضو الحاجة اللي مش جاي لها طلب النهاردة بكري جي لها يوم يعني ما قولك ايه عطيه انا دماغي كهربتها عالية عايزة سلكة ارضي عشان تبضى مش عايزة دوش الدماغ نحرق يا حجي بس ولم اقضى يعني هنحرق دمين اه هو كده انت بدأت تدفعني ماشي معي عالخطة اهو يا حجي بس صاحبك اندية حيسكت ما هو ده اللي انا عايزة كفيه عايزة بتنمى البضاعة كلها اللي في المخزن وتاخدها فلاواري وتطلع بيها عالمؤسسة تطلع بيها على اي سوق موجود في السبتية اي حاجة تحملها على العربيات تانية وتدخلها شارع عبدالعزيز بالعربيات ده على محل زيزو على طول دي بسيطة يا حجي بس عايزة اقولك برضو ان زيزو مسافر مشينا يا وقت طيب انا عالك بس انا كمان عرفت بطريقة انه جاي النهار ايوا افضل بصين هتفضل تبصيني ليه كمان دي فيها خايف على عيالك هاو يا معلم اللي انطلبت كله يكون واصل بس الكمية اديها طيب كل اللي موجود عندك يباقي ملكش دعا بيه ولو ان اخسارة فيه المصلحة دي حاج بس الشرشورك اقول ايه يعني روح يالك ماشي يا حاج سلام اخرم عالك يا شرشان ده البلعيب قوي انا وحقك هيديلك لغاية عمي ومكان على انديل حوصل سكك ومش بعيدة علي خمع عالك يا شرشان انت طلعت ايه مية بتحت تبه سادة الليل يموت الزمار اه اه وكده يعني ايه قول عفا با جميعا صندية ويتقالني في ايه بالله لا اله الا الله السخان ده لو لقتيه في اي حتة تانية برا بيتباع بنفس السهل اللي احنا بينبيع بيه هنا انا شين منك اي كمية موجودة ده سخان المانيا حاجة وارخص من اخواته 25 جنيه يا اخويا ما مدلم خوافني ومخلي الفار بيلعب في عابي اقل من سعر السوق واقل من اخواته ب25 جنيه قول لي انت بقى يبقى السخان في ايه يبقى معيوف جينا بقى الكلام اللي ما اجابش همه بتي مش فلتي السخان وطلع الماني وشبتيه حتة حتة ايوة فلت طيب هستي دي بقى شطرت محل احنا بنعرف نجيب بيه ضعف سعر الخيص عشان نراح الزمون بتاعنا وشوف انت برضو عايزة ايو احنا تحت قمه وش يا سيط هلو ايه وليد هدينا اخوك ربنا يبعطوا بالسلام ان شاء الله يا معلم مقارش راح فين ده مزهرش من انباح وقابل كده كان مزيف ما انت عارف زيزو محدش بيعرفوا المشاوير يا معلم بقولك يا ابني مش محتاجين بضاع ولا حاجة بعتلكو بتعيش يا معلم بتعيش الله يخليه انا هقوم ابص بصة كده اشوف اللي راقص واما ييجي زيزو هاسأله بعض لما ييجي يخليه كلمني ضروري في المعرض عاوزي انا يا معلم حاضر ايه خدمات تانية سلا خدالي تمام كده يا لهوي ايه ده انت معملتنش خصمه على الفاتورة خالص لا بصراحة بقى اخوك مية فل وعاشرة عمره ما ماشاني من هنا وانا زعلاني ابدا كان دايما بيعمل معي اخلى واجب ماشي يا ستي عشرة اجنيه بس انا مش عاوزك تتعاودي على كده احنا بنعمل معاك كده بس عشان نستفتحيني تشكر يا زوج بالسلامة يا ستة كل من يد من اعدام يا بقر يا عم لسه ما شرفش يا عم لسه ما شرفش بقر حضر يا عبد الشيخ الشروعي الحمدلله بالسلامة انا مصيد كوكوحي ان شاء الله اجيب لك زيها ولا اجيب لك قباش ودت اتفصله مو انت مش فالحين غير في البرتمة جري يا معلمين مش هينفع بقى في صراح الشغل ده خالص ده احنا قربنا عالدهري جري يا وليد مش ناظر ان انت تقوم وتديني بالقلم يا جدع يا عم ده حتى المرياسة عيب عالريق بتعمل حمودها في الحجاب الحاجز جري يا عم مش عبر ومش حلو الوش ده عالصبح كده ماشي يا عم بس الحلو بيتاكل ويابه اللي بتاكله احنا لا 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 جايين من دهور ايه يا عم عالصبح من ناكله فيه ايه قولك يا عم وليد ما تطلب لنا قهوة كده نفوق بيه عالصبح عشان نفهم الدنيا عايزة مننا ايه القهوة عند بتاع القهوة وسطة من ناكله روحوا على القهوة كده اعملوا استباحاتكو براحتكو خالص ولما يبقى ييجي يزيزو ايبوا تعالوا ان شاء الله ماشي؟ خليك فاكر انت اللي بتزعق لنا وبتطردنا من الورشة ماشي عم الشيوعي؟ ماشي يلا يا بكره يلا يا شبره يلا يا بكره يلا يا بكره يلا على الظالم والمفتري السلامة يا معلمين العلدي مش قديمه بر نعم دول معلمين خلاص ما رحتوا بقى خلي زيزو يشرب اخوك زيزو هو المسور عن كل الكلام ده الحمدلله يا سلامتك يا بطل انا ساعلت عليك في الميناء يلولي 3 و 4 ساعات يا بشا انا متأخرك انا ملمينة على سيادتك على طول بطلع فلوسك عشان تعدها قدي انا هدي وراك زيزو رجع الفلوس الشام رجع الفلوس يا عزيزو انا مش حدي وراك رجع الفلوس وقعد يلا قعد طبعا طول زي ما سيادتك عارف كل فلوس صفقة بضرة الملمين الصفقة دي اختراعك من الالف اللي هي يا بطن مش سعره بتجيب الافكار دي منين بس يا بشا ده تبقى الملمين مالة مصر وبعدين اي واحد معاي ارشين يجب تحلي مصنع تحت بير السلم قلت احنا بقى لازم نحطه على المصلحة ونشوف لقمة عيش قسطيهم برافو عليك بس بص بقى انت لازم تحتفظ بقى سيمة الجمارك عشان اقدمها للضرائب اوه هتنسى تقدم قرارك الضريبي الشهري زي ما انسيت في صفقة الجزم لا من 3 ساعت بقى النبل اللي فاتت ما تشوف لك يا اخي محامي او محاسب قانوني يأكلوا جنبك ايش بيخلصوك مما قول دي؟ انت عايز تقوّرني يا باشا مش كيفانا الناس بالغمضة لساتك بتقطمها مش ليه يا ابني احنا معنا ناس كتير مش معقول يا يزيزو كل التسليكات دي ومعديش على بالك انه في ناس كتير جدا بتخلص لنا كل خطوة ومالو وهو كل بتوجهات ساعتك يا باشا لا برافو لغتك تحسنت والبدلة كمان مش هتقولي بقى بتعمل البدل دي فين؟ حلوة مالوة؟ دي عار انا حديلك بقى عنوين الراجل بتاع البدل بتاعي وتروح تعمل عنده حاجة اه صحيح ما عندكش حد عايز يروح للحجة اش معنى؟ التلامزة بتاعتي هم اللي مسكين القرعة على السنة دي وعايزين يخدموني ما تطلع الحاجة كده تزور وتتمتع ولا عايز تبخل عليها؟ لا باشا ابخل يامون عيني طيب طلع عليها جواز مستعجل قدمه ويدفع الرسوب بيسيب الباقي عليها باشا انا كنت عايز سيادتك في موضوع تاني برضو قول وليد اخويا تعكل ليه التجارة؟ ما له ده؟ طمعاً له كده في شغلانة يعني سيادتك حلوة طب هو تخرج بتاديل كويس؟ لا هو لسه في الجامعة هم اللي هنشغلوا فين بقى خليه معاك في المحل يشرب الصنع يعمل أجازة ما هو معايا فعلاً يا باشا بس أنا عايزه يعني يشتغل شغلانة كده بدون أجر في بنك تحت التمرين يعني هو يحك بقى في الدفاتر والحسابات ماشي ماشي يا سيدي بتتشطر في دي كمان هنعينه لك في البنك اللي حسابك فيه تحت التمرين وبمرتب ولما يتخرك هنثبته كمان بس خليه بقى يجيب تاديل عشان ما يحرجناش لا لا يا باشا دوات زي الفل والهلوبة وانا هبقى أجيبه المعليك يتعرف عليك برضو يزيد ما شرف باشا وانطاجي أموماً انت تستهل كل خير دماغك وزنها دهب وحيبقى فيه شغل كبير جداً بيننا يا زيزو وانا يا باشا معاك بأمر لا لحد ما تزهق مني وجايلك بقى في مصلحة جديدة المحمول محمول؟ ايه المحمول ده؟ المحمول الموبايل ايه باشا اه الموبايل وماهلوا العفليد ده بقى ده الناس كلها في سيرتول ومين دول انا عن نفسي متعود على التليفون العادي مش مستعد ان انا غيره ووجع دماغي لا باشا ده ده اللي جاي والدنيا كلها تشتغل فيه نخش احنا بقى في السبوبة في أولها عشان نعدي معلش يا زيزو انا مش حاضر للمرة دي الفلوس دي جات في وقتها من ايدك ليه دي ناس تانية وبين وبينك بقى انا اتوردت في عادة حريمة مع هوانه كبار اتزعنيش يا زيدان بي وشاركني وانا مقدرتش ازعالها وشاركتها قارية سياحية لاجتلي على البال وعلى الخاطر وبين وبينك انا حاطت ايدي على قلبي بس مكادش ممكن اقدر ارفض اخسارة للايام الجاي يا باشا ايام المحمول وبقول زيزو قال خلاص يا سيدي خش انت وفرجني يمكن بعدين تقنعني اصحب فلوس من بورسة واشاركك لا لا باشا انا محبش الترد انا هبدأ كده مع نفس الاول في كمية صغيرة هستطلع السوق يعني ولو لعبت نخش بتقولينا سوا مش بقولك دماغك متسدفة ابتدي بس انت ولو حد ايديك بلعني ايام طبعا يا فندي ما تقاسم بقى يا باشا عشان نتوكل على الله قاسم ايه شكارة اللي وردت من شوية دي ايه هو ساتك نملت ولا ايه يا باشا انا اصني مش نايم من بقى رح ازيزو باشا باشا ربنا عينيك في حتة هنا بآ عايزك تلميها كفارليك بان ruth مفتوح هذي خفط على هوة الحمدى الله في السلام الحمدى الله في السلام الله سلّمك هذا هو الله وحشتيني وحشتيني يا أمو انت كمان وحشتيني قوي قوي يا ابنى والله ياما كنت نفس اخدك معايا كل حتة بس شغلémie بقى خليك يا دناهي كليك يا حابة عيني لأكلت ولا شربت من ساعة ما سبت البيت ما نعرفاك لا ما سيتش نفسي ما تقلقيش أنا حتى جايبليك فضل تخيلك كده شوية حاجات معايا شوية جنباني شوية سمك شوية ملوحة شوية كابورية وبتنين جناج فين فايش متشيب يا كابورية بني بس المصاريف يا ابني ما الأكل موجود المصاريف يا أمه بس ربنا فتحها خلاص وسهلها على آخر بقى ربنا يوسحها عليك من الواسح يا ابني يا حبيبي سلام يا أمه وأنا ماشي لابدعوتانك الحلوين دول شوية يا غالية يا ست الحبايب يا حجيب يا أمي ست الحبايب يا عواطف يا عواطف يا عواطف بس يا ولن ربنا يروأ بالك يا حبيبي ما نفسكش تحجي يا أمه حجيب تحلم يا بني يا عواطف يا صدي يا عزيزي أنا حلمت بالجعبة رحيت رحيت أحيب النور طلع من كلنا حيب وفتحت عناية الفاتر قال الله هو أكبر أيوة الله ربنا يخليك ربنا يخليك يا ناوي يا ربنا أزن يا حجي الله يما أنت فيكي شئ لله تعرف يا عشجان المضوء ده ما سعتلوش لا ده هو اللي جيفت ليه كده بالصدفة بس يلا بقى أخديها بقى يا ريلا ولبسيها تروحها عشان ورانا مشوار فاوري مشوار تاني خير هروح نصور يما عشان نجراءات الحج يلا لبسيها يا عشجان يا عم انت دي تالت عربية نازل بضاعة منها ما تفهمني مين اللي بعت البضاعة دي عشان ما رجعكش تاني بيها يا باشا ده كل اللي عندي عد حاجتك ومدلي بالاستلام عشان روح اخبركتك من اللي بعتني اللي هو مين بقى المعلم زيزو عارف امديني بقى السلام عليكم السلام ورحمة الله ايه يا ابن البضاعة اللي سادة باب المحل دي اه لانا ده خلاص بقيت معلم وبتنزل بضاعة من ورانا ده انت اللي معلم يا معلم انت فيين يا عم من الصبح تيجي تشوف الحوارة الغريب ده خير بضاعة عمالة انزلنا ومش عارفين من اللي بعتها خير وبركة واريك كمان ما يكونش يخد منك فلوس لما فعلا ما خدش فلوس مصلحة واي مصلحة ده تلت عربيات محملين تلفزيونات على جسالات على طلاجات ده المخزنة مالا جواه عالاخر بس هو ما قالكش وين اللي باعت ها اللي هو الاستواء قاللي المعلم زيزو عارف اكيد حيتصل ويسأل خبره النهاردة بفلوس يلا هجيب بقى لقالت تفلش البضاعة دي طب ما تتأخرش ألفة حمدل على السلامة يا كبير شهر يا عبدالعزيز الجديد مبروك حليج البضاعة وقبل ما نزفك الزفة الكبيرة كله تمام يا سيدي المعلمين انا شايف قدامي اهو بعناية كمان اه يا معلم بس ايه اللي بعد كده يعني هو الحد دلوقتي ساحب بضاعة بشوية وشويات من حي ما فياش اي حاجة حي ومجامل واحد حبيبنا ولسه فدح جديد وعلى رأسنا من فوق ايوه معلمي بس يعني هتقوله البضاعة دي من عندي مين الله هو انت عايز ابني البرود يركب علينا واحنا اللي نروح في ده يا روح يا روح على عطيه تمام يا معلمي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انا العارف ان انت تفهمها وهي طايرة والله عارفت انك هتجيبها كده بالجاوة يا حبيبي يعني مش عارف اعمل زي ما عمل انديل البضاعة دي يا عم بسعر المصر احرق زي ما انت عايز ايوة انا عايزك تحرق الشارع عبدالعزيز كله خلص البضاعة انا ما خزني مليان هديك بدالها تاني يا عم انت مالك احنا لا كتبنا عقل ولا خدنا عربون لكن بعملها من اخوك عمر الشرشاب اجمد بقى ازيزو خليك حلو احرقل شارع عبدالعزي كلشو لو ربنا هبقى بنفس الاسعار دي ما تقلقش بس انا عايز افهم بس الرضا ده كله جايبه منين اه دي بقى مش هاضمة بس ماشي ماشي عمالك اه هتاخد فلوسك كل يوم اخر النهار اه خمسة في المية هتسيبلي كمان خمسة في المية ماشي ربنا يكرمك ابو الواجب يا سيد المعلمين ماشي يا رايس ماشي يا رايس فضل 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 سميح يبقى اتخنيت معاهم بنا عارف ان ما فيش لغة بينكم والله ولا اتخنيت ولا اتكلمت معاهم من اصل يقولك ايه الاعال دور رجوع على قديمه عمين نفسهم بنا قدمين وبيزمجاره عايزينمشوا بمزاجهم على نفسهم صغفة الله العظيمة المهمة والبضاعة اللي جات النهاردة دي هتتباع بالسعر ده سنة بس ده كتير قوي يا عم احنا بسوق كل الناس عايزي تاكل عيش ماذا يا زيزي انت كده هزعل الناس مننا هزعل الناس ليه يا عم احنا بسوق والسوق حر الله ولتكسبه لعبه وده بقى يبقى اشعار المرحلة القادمة مرحلة مرحلة ايه انتهى ده بقى تفهموها بعدين ان شاء الله الو اه انو يا انو انو خط قطع ماكي اعجي يا عام احنا معاك يا عموا وصل السلك قويس بقى اه اه النهاردة لا انا مش هقدر اجيلك ممكن تعدي علي ماشي ماشي يا حبيبه ماشي يا حبيبه ماشي يا ربه حاضر سلامة حول الله يا رب صدق بتصعب علي كل ما تشوف وشي تقلب سحنتك كده ليه مالي حسيني ما نفذك يا بنت نعمل احسن قسم العظم انا قوم عبطاعك هيا يا عم انا اجيلك علشان تعمل حاجة للواد عايزين نجوزه للبيت بعد بكرة فيه ايه مالك مالي مالي ما انا واخوجه طالع عينة مع البيت دي هتخلص المخروبة اللي هي فيها بتاع الاجزخانات دي انا نفسي مش هيئة لها هي ولا ابوها بتاع الكراريس تبقى تمي الجنيه علشان اجيب لهم حاجة وانا دخلاته امي جاكمي الجنيه متعفاتي الهاذج انت واللي جابك ايوا ايوا انا اريت عنه ده في الجرانين بيقولك العدة الواحدة بيجي الفين جنيه والخط بيعدله الالف ونص انا مش فاهم يا زيزو المصحاب الشركة دول مجانينة هلاقوا زبون فيه يا عمي زيزو الناس بتلم بعضيها وتعمل جامعية ويقبضها عشان عافوا يعيشوا ثم تقولي المحمول بتاعك ده لا 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 امر مرزعلش مني اه دي بقى برمت منك قولي ليه ليه صلى عن ابو العصتها السلام السلام انه هر الشعب المصر ده غاو منظرة يعني الناس ان انت بتقول بيلموا جامعية عشان يعرفوا يعيشوا هيبيعه دومه عشان يشتري عدة من دوم لا 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 انت بس لبيت اول يا عمي زيزو ده هياخد سنين كتير عوان ما يحصل انت كده بتخلاني نحط فلوس كتيره في موضوع بقى مالوش مالكة طيب انا هفاهمالك بطريقة تانية فاكر التلفزيون الملون اول ما نزل اه ايه اللي حصل اه ولا فانت الجرايت بقى عادي تهلل والناس اللي يقولك اه تب لاب يدوسوا لده حيبقى الوان ازاي اه ده بقى نفس النموذج التجار اللي خاطره ونزلوا التلفزيون الملون في الشارع هم اللي كسبوا من المخاطرة دي اه اه زي الكوافيل الورق الناس دلوقتي مش عارفة تستغنى عن نهر سعرها عالي بس الناس لما بتتعود عليها ما تعافش تسلعر اه المحمول ده بقى زي الكوافيل الورق بالظهر ايه يا عام اتعايز تقنعني ان انا اشتغل معاك في المحمول ده انا مش هزيمي اللي سلكي اللي سلكي ايه يا عام وبتقولها كده بفقر اللي سلكي بتاعك ده حيبقى زي التربيش كده وهتروح عليه سيبدأ انا يا انور المحمول ده هيكسر الدنيا وانا عايزك تقض معاك في المصلحة دي بص يا صاحبي احنا كده ماشيين في سكتين بعاد عن بعاد لا احنا طوله عمرنا في سكة واحدة يا عامور بس انت اللي بيشوف البالي ماشي يا عام زيزو بس انا ماشي ورا وانت سايق على سرعة مية كيلو ماشي خايف عليك يا جدا طيب انا سيبك تفكر براحتك ولما تقتنع بامر الله تيجي معاه في المصلحة ماشي ماشي قولي بقى مش ورا بتطلع خير وبركة ولا ايه يا الحمدلله مية مية تمام اعمل حق الكلام خدنا تشى بقى انا يا حبيب انا لسه شي يا ربي تماما انا زالي فول والنابي انا انا غريب يا جدا عدم حالك طيب فخفخين اه يعني خير ببقى عاجل نكتب الكتاب وتخشه الوطح يموت عليك وموت سايق الدلال على الاخر يا لبنة وزيزو عامل معاك ايه بص اللي قولها على الخطيب هاللي هو اخويا تقول لي زيزو الله مش عايز اتطمن عليكي يعني هتتجوزه ولا لأ ماشي يا لبنة هتكلم معاكي بقلب مفتوح وانسة خالص ان انا اخت عاصة زيزو مش ليكي حتى لو انا او غيري ماخدناهش هو فيه حاجات تتحبقها لكن اللي يتخاف منه أكتر زي إيه بقى؟ زي إنه مش ماشي على الأرض يا حبيبتي زي البني قدمين زي إنه طاير مالوش ملكة مانا قدامك أهو بجري ورابق الشهور وصلت لقيت يعني خلاص زهيقتي وصرفتي نظر؟ ليه يا أختي مانا فضي وأنا وراي حاجة وبعدين ده أنا أحسن حاجة فيها الصبر وطولة البال وما فيش حاجة إلا ما حطها في دماغي ولازم أجيبها وحتجي بيه إمتى بقى؟ يا أختي ما خلاص خلصنا وبعدين لعلمك عاصم بيحبك قد ما بتحبي زي زمت مرة ما تتكلمي عادل يا سينا إيه بحبه دي؟ بصي اللأ يعني أنا بتكلم معك بصراحة وعلى طول كده ده إنتي ماشي خلينا نتكلم في المهم هنكتب الكتاب إمتى وننزل ننقل عفش لما ربنا يسهل مش هاخلص قوليلي مبروك كتبنا كتاب هالة الحمد لله عقبالك ألف باركة يا إحسان طب والله العظيم فرحت لك الله يبارك فيك يا سناء تتغدي ولا طلعة؟ لا غدا إيه؟ أنا أطلع علشان أكلم صالح علشان أفرحه وأقوله بقى الجاهز بذكر السفر لهالة ماشي مع السلامة مع السلامة سيبك منهم دي ناس مخاخ ضائمة وكويس منك خلصي منهم بس أنا حيزك تشد حلك يا لبنا شوية يغتي نفسينا بفرح يدخل بيتنا من زمان وإن شاء الله إن شاء الله حيكون على أيديك دي الأسعار اللي زيجو بيبيع بقى معلمه كل السوق عارف انه بيبيع بحسارة وردالت السوق مولعين منه اللي قد ملهوف على الأداء قاعد يضق مصامير في النعشة بتاعها وقت غبي وتهول ما تبارس في العش والمرح اللي انت عملتوا فيها معلم والخير دا كله تفتكر يا معلم رجالة السوق حيسبوه؟ يا ابن أنا مش قاصد زيزو أنا قاصد اللي اداله الأسعار دي يبيع بيها ده بيحرق بضاعة ويخسر مستبيع تفتكر مين يا معلم اللي اداله البضعة دي معلم شرشابي وفي حد هيكون غير الشرشابي الشرشابي دا أغبة واحد موجود في السوق هتسكت له هسكت له؟ لا طبعا مش هسكت له هنحرق بضاعة زي ما بيحرق وفي الآخر هحرق له قلبه طب وما كسبنا معلم ما كسبنا ان احنا نخلص من الأغبية دي عشان السوق يفوق أنا من رأي معلم ان احنا نبعد عن الموضوع دا اليومين دول السوق الموج بتاعه عالي قوي اسمع اللي اقولك علي كل البضاعة اللي رأي دا عندك ابعة تلزيزو بس المجر انت ما تظهر في الصورة اللعبة خلاص التلع سيبه يفرد جناحاته زي ما هو عايز وزي ما بيقوله بوكرتين دا يا جميل اشتعليك يا معلم هتوحشني يا وليد يا دناي خلي بالك من أخوك بلكم شغر بعض حاضر يا أمي ما تخافيش انا بس عايزك تدعلي كويس هناك انت رايحة أطهر مكان في الدنيا هتدعيلك يا دناي وهتدعي لأخوك وبيلت عميتك كمان بس لما رجعت الشبلات بعد الشر عليك يا أمي ما تقوليش كده بقى تقولي يا مرتخالي هترجعي بألف سلامة وان شاء الله كل زنوبك مغفورة ان شاء الله مش حوصيك يا أشجالي خديهم تحت جناحك وضليلي عليهم يا بتي انت طيبة وقلبي كبير وبنت حلالة بسامحيني يا بنتي لو كنت قمت معك يا بحبي انت دلوقتي ما كاني في البيت ولادي أمانة في رأيك يا أشجالي يلا يلا بعشا ما تتأخريش وتروحي وتيجي بألف سلامة ان شاء الله يلا مرتخالي عبدالعزيز مستني في العربية وبيقول هنتأخروا عالطيار وانا بالبيت حقيقة بحشتي اللي عيشتي في عمري كله ما هكترحي لا 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 والنبي ملاش بقى هالكلام ده احنا مش نوعصيني يا رب يا رب يا رب اجمعني بهم السلامة يا رب يا رب طب ومعدين يا رجال نحن هنزيم الجال عدا كالصرفين ونقف نتفرج عليه اللي ساب غيره زمان يستاهل ان يطلع علينا زيزو وقال في زيزو هم يكسروا واحنا نقعد نتفرج عليهم طالما كل واحد بيدور على مصلحته هو وبس والباقي ملعون ابوهم يبا ما تستنوش غل ان كل يومين يطلعينا واحد زيزو يعمل اكتر من اللي عمله كمان احنا مش جينا اسمع الكلام ده منك يا معلم علام شور علينا نعمل ايه انا بقول نجيبه نتكلم معاه ونسمع منه لو كان غيره سمع زمان كان هو هيسمع دلوقت اللي تعلم على ايد المتجرمين واللي زمتهم خربانة يا حد خلاص فيهمنا وقلنا شور علينا يا ايه ما تيجي معانا نروح للشرشابة وأنديل ونشوف القصة دي هترس علي ايه انا عدت على زيزو في المحل بتاعه ملقتوش وليت اخوه عنده تعليمات يبيع لحد ما يقلص البضاعة اللي عنده مش جينا نقعد ونغني ظلموه واللي عايز يجي معايا الامديل يتفضل ييجي انا جاي معاك يا حق عمران يلا سلام يا عماهم في المباركة يا شي جاي يا بوي كان نفسى ازور اهل البيت جوي ربنا يخليك لي عشان تعرف ان انا مش حرمك من حاجة هو انا احضرلك العشان تعالي بس عشان ايه انا عايزك تعالي يا شي جاي يعني كلفت نفسك اجيبت حاجات كتير ايه اهو ده بقى الكلام اللي زعل وبعدين يعني ما كنتش اجيبلك انتم ولا اجيبلي مين اجيبلك مياه وملح تلاقي رجليك واجعتك من المشوار اعودي يا شي جاي عارف ايه ده دفتر توفير باسمي يا بوي مئة الف جنيه انتو ايه عاد حقك كلك ما عايز اعج حاجة هتزعلني بالحديد ده روح رجعه مطرح ما جبته والغي الدفتر دي بقولك حقك والله العظيم حقك الميت الف جنيه دول داية داية طلقة النارة اللي خدتها مكاني ارتاحتي تكده هتزعلني منك صح ولا يعني عشان مرت خالي خلت بيا وصافرت لاي خلت بيا انا كمان أماماااااااااا. انت حلوة وهو يا شي وانت كدا عارض لفي الدنيا وحكاية البيت لثابتك دي بكرة ربنا يبعط لك أحسن منها وست ستها هو أنت كدل أنها ويتسع علينا فقدال خذي بقى إيسي الحاجات دي شوفهم مقاسك ولا لأ نزعلنا منك يا عبد العزيز ليه تاني تدفع لي أجلة غلوتك عندي عشان يعني فداتك وخدت طلجة مكانك ويسامحك ده هتقل ليه بلغة رامعة عشي جن كل ما أعمل حاجة بوظهالي وبعدنا سدت الأسمة دي تثبت أن لديك حقا عندي قدام الناس وقدام ربنا زي ما أنا كمان لأي حقا عندك قدام الناس وقدام ربنا يا مين بالله يا عبد العزيز لو كربت دي لأ والله في نفسي عبد العزيز عبد العزيز ما تسعالش والله ما تسعال ده أنا بعمل كل حاجة في دنياتي عشانك حتى بحرم نفسي منك تلوك عشانك بارتك والله أيوة ده لازمة تتشوز بالتبنوت يفسي تعمل فرح يا عبد العزيز يفسي تتهنى زي الشباب كفان يا طل في عينيك راجيهم فرحانين انت بالدنيا والله غريبة الدنيا دي انت عزا ما أفرح حتى لو كان على حساب نفسك ولا حبتها زمحت لنفسها تفرح مع حدي تاني غيري وتسعالة تسوش والله ما تسوي يا عبد العزيز التراب اللي انت بتمشي عليه وبكرة هتجي لك ستة ستة وهتشوف عبد العزيز خلاص يا احسان خلاص خلاص اي يا حاج لازم شارع عبدالعزيز كله يعرف ان ابنك صالح اتجاوز اختي خلاص الشارع كله عارف خلاص بقى هتوحشني والله يا عمي وانتي كمان وانتي كمان تاكس تاكس بعال توصلنا المطار يا اسطح اركبوا ايه يا حاج انت مش جاي معانا ولا ايه اركبوا بس اركبوا حتوصلهم وتجيب الهنم دي وتجيبها لغاية هنا تاني ايه حاج في ايه معقولة بس هتسيب اختي يعني ترجع من المطار لوحدها انت ابديكي سعى يا حاج لما توصل مراتبك اركب بس اركبوا 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 انا عارف انا عارف بس يا حسان افتح يا حاج افتح يا ابني دي مراتب لك يا حاج بس الودة زود يا حاجة يا حاجة يا جماعة اتفعش تكلموا كلهم فاتواحد اما لا نسمع مين انت يابانين اي حاجة تفور الدم برضو حاجة عنديل بالهداوة يا جدعان الودة بسة صغيرة شاب دي يعني وشايف نفسه تظاهر وقع على شروة كده ولا كده عايز يجر بيها رجلين الزباين اللي بحلوا مايقولينا عن مكان الشروة دي ونجيبه نبيع زيه لكن واقف الحال اللي هو عملهولنا الودة مايرضيش ربنا انا حايش نفسي عنه بالعافية الودة يا حاجة عنديل لو مسكتوا هزعلوا يا جماعة الودة مش عملكم سرق السكينة ومحتاج حاجة يكلموا لا ما تكلموا يا اخوانا الكلام اخدوا وعطا تكلمنا اخوهم ما بيحلش ولا بيربط ونزل بيع بسعر الماصلة وزيزي مختفي ولا سأل فينا انا بقول نبلغ في الغرفة التجارية تحقق ما ها تشوف بضاعته دي سريع يا منير الودة زودة يا جماعة يا جماعة ما الفاش تكلموا كلكم فات واحد اما لا نسمع مين انت يا بانين ما هي حاجة صور الدم برضو حاجة عنديل الله بالهداوة يا جدعان الودة لسه صغير شاب يعني وشايف نفسه ما ظاهر وقع على شروة كده ولا كده عايز يجر بيها رجلين الزبائل اللي بحلوا ما يقول لنا عن مكان الشروة دي ونجيبه ونبيع زيه لكن واقف الحال اللي هو عاملهن الودة مايرضيش ربنا انا حايش نفسي عنه بالعافية الودة يا حاجة عنديل لو مسكتو هزعلو يا جماعة الودة مسعملكم زرق السكينة ومحتاج حد يكلمو ما تكلموه يا اخوانا الكلام اخدوا وعطا تكلمنا اخوهم ما بيحلش ولا بيربن ونازل بيق بسعر المصلة وزيزي مختفي ولا سايل فينا انا بقول نبلغ في الغرفة التجارية تحقم اها تشوف بضاعته دي سريع يا منين انا بقى زهيتم الكلام ده ولازم امشي بالهداوة يا ابن عمي الله الامور ما تمشيش كده يعني وانا كمان ماشي يظهر انتو معايا حاج شرشابي لا بقى انا مش معا حادي انا معا الحق والحق بيقول كده انا معاك بس من غير يعني لو يدرع المؤاخذة او استعراض عضلات خلونا نحل مشاجرنا في الشارع من غير الغرفة التجارية بلاش نفتح على نفسنا فاتوحة انا مش قدها لا غرفة التجارية ايه دي احبالها طويلة بتعارف الحاجة لما اصبح لغرفة التجارية شهور وحل بيوق ممكن بقى يقلبه القديم مع الجديد لا 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 بلاش الغرفة التجارية دي احنا بقى النساء عمالين نرغي في الكلام لا بنحل ولا بنربط وجينا لكم عشان نسمع منكم لكن يظهر مفيش فايدة من الكلام احنا مش قدها بنغير ان انا نقطع ارق وانت هيح ضمه افهم بس هتلعب الله هاوصل انا وانديل لغاية تدوري بيه في موضوع خاص كده وهنقعد نتفاهم وهنتفع على كل حاجة انا مش قدها احد ومن غير السلام وعنكم يلا بينا يا رجالة يلا بينا يا رجالة يلا يا رجالة ايه كلنهم يولاهم ما انت لك،geh وما ترموا عظمك بيها قد دي ايه دا؟ انت بندخني؟ لا انا سمحت الله انا س فرقابتك الله ما صالع النبي ايه دا لعدة كله؟ تجاوز حمام للود ودي كنت ضمحت لك بطة وحطيت جوها البطة فراخ والفراخ جواها أرانب والأرانب جواها فراج بس بس ايه بتعملي عشر ريتشارد قلب لأزب انت اجدع والله سمحت انه يأكل خلفان على العشاء يا سلام يا أشجان فوقت قبر موضوع ليه كده موضوعي؟ موضوع اسم ده أشجان ده حتى الاسم فال انت اللي زيك يبقى اسمه أفراح ربنا يسعدك ربنا يسعدك انت يا سيد الرجالة سيد الرجالة؟ بقيتك كلمة عرب لو زينا من عشر الجوم انا بتكلم مصري زيكم طب سمعيني حتة كده مصري وحشتني قوي يا روح قلقي بحبك حب لو توزع الدنيا كلها كلها انا بحبك بجد بأموت فيك وعايزة أفضل معك طول عمري لا بس 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 دوري كدهة تعالي بقى ايه مش عندك سفر سفر ايه اما الحمام ده ايه؟ ههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 ليه؟ مش انت اللي علمته صنعت الجاري وارجنيه وعادته على حجرك؟ ما قلت يا عبان كده تضربه بالطوبة وتفتكر انه ميت لكن لا السيمة اصلا موجود في دماغه ومستني مستني عشان يلدعك كل يا عبان له رفاعي طلع طب واتفتكر مين؟ الدوري متشكرين يا باشا متشكرين كلنا انا ووليد وامي والمنطقة كلها بلاش بقى يا عزيز والمنطقة كلها ونزلي السبت دي وبعدين الحاجة خدت حقها تمام؟ وربنا يتقبل منها واخوك وليد معه زي ابني تمام بس خليه بايش ادحيله عشان نثبته ربنا خليك يا باشا انا برضو جيت اسلم عليك عشان بأمر الله مسافر بكرة الفجر هتجيب المحمول برضو؟ انا عملت دراسة وافية للمصلحة دي ولقيتني ده قوانها ولو اتأخرنا عن كده حد هيجي وقضلنا في المصلحة بقى ونبقى بنحكي في المحكي بنحكي في المحكي تاني يا زيزو طب يا سيدي ربنا وفاك وتسلك وانا عنده وعدي انا لقيت لك الراجل اللي حاسسلكلك لك موضوع الخطوط من الشركة كبان وده عشان فيك يا باشا اخبار القارية السياحية ايه؟ قديني دفعت الارشلات ومستني مفيش اخبار بس انت مش عايز تقولي مين حلالك المخزب والمحل بتاعب بقى؟ تزيولش بقى لك يا باشا موضوع وعدة كلاب بتاعه ويوققوا فيله تسير ربنا بس يعيننا على الكلاب بص بقى يا زيزو انا مش عايزك تتصرف باي طريقة هلو ايو امين اهلا يا اندين محالك تتحرق انت كمان ولا النار بتحرق شموه منك؟ مم 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 لا اسمع بقى انا اقولك اللي عملها ده واحد خايب وجباني وهايف وعشان تبقى فاهم كمان عابل عزيز بيه يا عبده قدامي انا وحطت رجل على رجل ولا كان في باله طيب ماشي ماشي يا سيدي انا عارف ان عابل عزيز بيه حبيبك وحبيب الشهر ماشي بس انتو كمان كنت اعرفوا اللي عملها لو كنتو عايزين تعملوا كده مم بس وحيت ابوك بقى يا اندين انت وشرشابي زي ما انا بكبركم كده ما تصغرونيش في الحتة خصوصا بقى انها هتتقايد ضد مجهول واطلع انا قدام الحزب بقى مش قادر اصيطر على الدايرة بتاعتي وسايب المجازيب واللي سايقين الهبل بيسوقوا الهزار ويتققلوا فيه على ناس محترمة زي عبد العزيز بيه مع السلامة يا اندين برضي يا عم يا بشر انا تلميزك ومعاك بنتعلم ازاي نبقى اكبار حتى مع الاوباش والناس اللي ما تسواش اه دي كلتا الاس ما بتسواش فعلا سيبك بقى ملي في دماغك وخلينا نفكر في شغمامة كبيرة اه ولا ايه شوف يا بشر مش مهم ازاي ممكن تكسر المهم ليه ممكن تخسر وانا بقى تعودت لما اخصى رقف واحسبها الناس ده نعرفهم كويسة بشر وعارف ان لو سكدت عليهم مش هعرف الام الدور تاني عليش سيبني بقى لدماغي المرادي واوعدك انها مش هتكرر بعد كده بشكلك ركب دماغك بس زي ما تحب بس بص يا زيزو انا بس عايزك تضغط علي ولا تحرجني ها مش عايز الدائرة انتخابية بتاعتي تبقى مقسومة بين الناس ضد والناس معا امان يا بشر شوفت عبدالعزيز بيه قاعد يشرب سجار مع الدوري بيه لا بلاحظ انه معبرناش ونظراته كانت زي ما نكون احنا المردين دا وهارش هارش ان احنا روحنا استخبينا عنده قبل الحريقة لا وشاهلك انه ايه في جنبك لما دخل ابنك الكلية يبقى لازم نروح له بهدية تقيلة قاوي عشان نعرف ان ارواز متطلقش احنا هنفضل نيبطن صغر نفسنا عمليه زهلوا ليه المطلقة اللي بتحرجم على بيت جوزها عشان يرجحها انا عمر ما هازلت افضل طول عمر كبير شارع عبدالعزيز والاولاد دا جي نحياتي حنسفه يا عمي بطل غبابة بيه دا مفضحك في السوق كله ايه دا؟ تفضح منا؟ انا عمر الشرشاب انت تفضح ميه؟ اه اه بقى مرت العيش والملح اللي كلبت معايا ورحت اه بعت رجابتك يبلغوا عني انا انا بلغ عنك ايوة بقى مرت ما جبت عطي انا وقررته ورفعت المسدس بوش وقال على كل حاجة بص النحى زمن يانديني لو بصت رجلي فشارع عبدالعزيز كلهم ما هرجع في كلام تاني ولا عايز اعرفها ناة إن شاء الله إن شاء الله يعني ايه يا بابا محدش اعرف اللي عملها دي جريمة مدبرة وسهلة جد ان اتعرف الفاعل والله يا ابنت انا نفس مش فاهم حادي صاحب الشاي مش عايز اتكلمه لما جاله ظابط من البحث سأله قاله ممكن يكون مسكة اهربة ولا حاجة العسير المتلك يا عم لطفي يا بارك بسمعتش اخبار جديدة معرفوش مين اللي عملها والله لسه يا دكتورة بس الحكاية كده شكلها حتولع ايو والشارع داخل على مشاكل كبير مشاكل زي ايه؟ يعني انت بزمتك ما شفتش حد بيولع ولا حد بيكسر؟ بصراحة شفت اه انا اول ما سمعت وليد وقيت بيستنجده تلاعته قدام المحل لقيت كده شوية عيال بيجروا من جنب محل زيزو انا بصراحة استغراب لقيته قمالت سابرسجية كده وسكة 14-16 سنة ولعه في المحل وطاره ومحدش لاحق يمسكهم عشان كده بقى زيزو انكر قدام الزابط عشان ياخد حقه بتراعه وعلى فكرة عم لطفي الايال دول متوحيين وقفشين ايوة لكن انت انا ماشيطوش بيتخاني مع حاجتي على فلوس مسلا بضاع حاجات من دي والله اعملوطفي بص انا دايما يعني ما بلاش بقى الطيب احسن بقى اعملوطفي بقى الله ما زور اللي عندك بقى وتخلص انا اللي عندي عصير وتمرهندي وامرطبات اجيبلي كذبت البنات سمع ليه يلا محش هزك انا خد بدو يا عبا بجلي هزل عبا عطف انا بسكت سير يلا يا باكري بيه شل الكراكيب اللي انا عايزيني مفض ومعضب يا عبد انت بتتطططش علينا انت مش وراك مجل الشعب وبعدين هو ايه اندك فلوس تدن واتفض واتفض لنا ينفع برضو بزمتك المعلم يعمل كده امسك سيب لك الفلوس دول ماشي نابسك انت وشابره ايه ده بس ايه اتدى او ده بكسوف بالدك انت مكسوف ولا بتحسه ولا عندك دم كاب دول خليون بقى بركتهم على الله يطمن يلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم الله يناول كويس انت جيت بقولك ايه عايزك تروح لانوربط على الالكترونية تجيب النقاش اللي قال عليه عشان يبتدي يشتغل هو يا عزيزو لسه مجايش برضو؟ اه عزيزو هايلتك بطيارة الفجرية عايزك كامل من انت طيارة طيارة ايه هو مسافر ولا ايه وبعدين حتى لو مسافر يقولك انت مواليش انا انا حتى اخو قاعد مع ابت واحد في كده؟ يا عبا هو في ايه ولا في ايه؟ وبعدين المصاريف في البطر تتخلق بالغربة تقول للواحد عادي يعني انا هروح هشوف الكهربائي واشوف المقاش واشوف الناس بتاعة اليافتة دي عشان ايجوا وغراروها عاش حاجة تاني؟ لا تسلامتك يا الله يلا يا بكر خرطوم بقى ونضفين الكلام ده كله يلا لا بقى الكلام ليه ما بيقولك الخرطوم يا اجلي البطر يلا بطر يلا بطر يلا بطر يلا بطر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ايه؟ نانسي قنقر نانسي قنقر ايه؟ 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 ثلبي ايه؟ ايه؟ انا وحفنا تأه ami؟ شاي كده و.. واندي بحسنين عارفه هلا بصوف راجي لكاراتو عديني سبتوكوا المرة اللي فاتت تصفوا حساباتكو بالطريقة العبيدة اللي انتو عملتوها دي بس انا يا جماعة مضطرة فاكركم بحاجة انا مش بس عضو مجلس ولانية في الدائرة لأ انا راجل في الحزب ودي حاجة كبيرة وانا مش هي راجل انا وريب جدا من الدائرة الصغيرة اللي فيها الناس الكبيرة يعني لو مش هادرين تستوعبوا انا ممكن اشرحها لكم بالمفتشر اللي يلزموا يتنفي بسبب طولة لسانه وكتر مشاكله بننفيه في المقابل بقى اللي بيفهم النظام ويلين ويوطي عشان الريح تعديه بنقدره بنسلكه وبنسلك الناس اللي معه اسأله عبد العزيز بيه هوا راجل فاهم في الواجب وفاهم في وصول اللعبة لوحده بصراحة ربنا بشا بما يرضي الله كلامك التال بالداب واتصار واحنا كنا قصرنا في ايه بس يا باشي ما هو انا في كل اجتماع في الحزب لما بتكلم عن شارع عبد العزيز كاني بتكلم عن بيتي بحاجي على الكبير والصغير وحايش عنكو بلاوي سودا بلاوي بلاوي يعني بلاوي ايه بس يا باشا مع شارع عبد العزيز ماشي زي الفل بنفس عده ده ده من وجهة نظركم الدايئة بس انا هقولك هلا حاجة يعني من الاسبوعين كان فيه اجتماع في الحزب كل اعضاء اللي هي كانوا حاضرين والبرنس كمان كان موجود والله يا باشا الناس دي بتتعبقى عشان البلد كفاءة ان احنا بقى لنا ستين بدخلناش حروب وقضينا عايشين وبترزة سمعين كلام الراجل اللي بفهم؟ الشارع يا رجالة مليان مخالفات بايعين بضايع مضروبة وهيلسى الريحة وتقليد وتقليد ومحلات زي محلاتكو دي بتقلف وبضايع مليهاش اي ملة وكل ده طبعا بيعدي من تحت الجمارج والضرائب وكل بيحوش ويكوش وحط في جيبه اللي ما في واحد فاتح حساب في البنك عشان نعرف على القلب يكسب كام وعليه كام باستثناء طبعا عبدالعزيز بايه انت عارف يا عبدالعزيز بايه انه ده بضيع الدولة فلوس بالمليارات وانه ده انطرح في الاجتماع الاسبوع اللي فات كانوا ناوين يجردوا الدائرة كلها ويمشروها قانوني وشرعي بس انا ما اسكدتش انا قلتهم في النهاية الغلابة دي ما كسبهم منش اياهم والمواطن لما بيكسب ويربي يقرش وبيكبر ما هو برضو مواطن مصري او الله يا باشا مصري اسروا احنا اتصلحنا وحنهم نسلم على بعض بقلوب صافية وعايزكم توفوا معي كلكم في الانتخابات اللي جاية عشان المسائل تفضل سلكة زي ما هي والغلابة قدينا سايبينهم يكلوا عيشهم رعينهم بس انا يا باشا قبل ما نمدي ايدي بالسلام هاعرض عليهم مصلحة تباين حسن نياتي ومحبتهم اللي لسه في قلبي عايز تقول ايه يا عبدالعزيز بيتكلم هناخد بترينة صغيرة كده مترين في متر في محل المعلم ششار ايه؟ واختها في محل المعلم أنديل ونفرشها محمول وهدفع أرضية ألف جنيه يلا لا ألف جنيه شوية خليهم ألف خمسمية جنيه هي رأيكم يا رجالة اصدوا بس يا باشا انا هرسيهم على المصلحة صلوا بينا على النبي اللي اقوله شرط اخر نور والرزق يحب ايه؟ الخفية كنت اخوات اتحاسبه خلاص هنرفرش المحمول اللي ما بيشتري بيتفرج والمصلحة واحدة اللي مش هيشتري محمول ومش هيتوفق يعدي يشتري الأجهزة يبقى كده عداني لعب ولا لا يا باشا طبعا مش بقول لكم مخلوق عشان يكبر يا بنت اسمع الكلام بقى ده تتبادل طول عمرها بتاع جبني هو الراجل كده أول ما يسمع خبر الحمل مليون عفريت بيركبوه مش للدرجة تيمة اتخالي ناكني كتلت له كتير يا بنت يا عبيتة هم حبيتين في الأول كده بس بعد كده بقى في الدخلة والخرجة حيتطمن عليكي ويحطوا ودنه على بطنك عشان يسمع صوتكنا حتى ميدا ده داخل طالع ما بيكلمنيش حتى الوكل مش راضي يا كل اللجمة من يدي واللهي ما كان قصد يا زعله واللهي انا ميرتنيش زعله عاد بزمتك يا بيتة ما نفسكيش تجيبي منه عيل عشان يملع عليكو البيت قبل ما موت ربنا يطول في عمرك يا مرتخالي اللي هي بتقولي كده لو عليا تتجيلي عين من عنايا واتجيب منه عشر عيال كمان بس يكون لادت عليه ومبسوط مش قصب عنه يا بيتة ما انا قلتلك الرجالة بيشيلوا هم الخلفة زي ما يكون العيل هينزل من بطن امه ويمسك فرقابته ويقوله هاك بس والله اول ما بيسمع صوت العيل بيقول واق الدنيا ما بتبقى السيعايا اللهي انا خايفة وجلجة انا جوي الخلفة المتأخرة كده بتبقى صعبة وخطرة قوي ان شاء الله حجي بيه ان شاء الله حجي بيه واهتسعدي بيه بلك يا بيتة يا اشكان انا اول ما اتجوزت عبد الرحيم الله يرحمه اللي كان حربان من البلد زي ما انت عارفه كان شايل هم الدنيا على اثناء وكان بيشتغل بطراعه وكنا بناجل طاقة وطاقتين نجوع بس اول ما قلتوله ان انا حامل الدنيا قامت زيزة عبيبها نشير اوحيانك بس اول عاب العزيز ما شرف ونور البيب كان قادة مساعد وربنا بجاجع علينا من وزع بساقك خير يا عمو بساق النور ايه؟ مفيش بساق النور لامراتك؟ تعال يا شجان عايز شوية وتعالي حجي عني ابت العزيز ابت العزيز شوفي يا شجان انا عايز اقولك على حاجة لا كلش حاجة انا عملت حاجة من وراكم من ورا مرت خالي عايز اقولك عليها انا روحت المستشفى اللي كشفت فيها اول مرة وطلبت من الحكيم انه ينزل في بطنه لما عارف اني كبيرة في السن ومخلفتش قبل سابق جالي انها يبقى فيه خطورة على حياتي لو نزلته دلوق هيحصل نزيفه لكن لو لساك زعلاني انا هنزله ان شاء الله هون ولا تخصب نفسك علي وانا على ولدك هون اتعالي يا شجان استغفر الله عظيم يا رب اعيك علي يا شجان انا بجد مش عارف مين انا اقولك مالك هي غلطتي انا لساك تروح اني مردك صح بسم الله هي مكان قصدي وكتاب اللامة كان موضوع الخلفة دي على بالي ما انت عارف اتشربت سبع سنين وما خلفتش عند انا في البلد مقدرش افتح كشم وانا احكي في الحاجاتين وقلت رب انا خلقني كده واردين بجسبتي ونصيبي بس ما تخافش خلاص بقى يا شجان خلاص ما اكتعبش نفسك ابي قلبي معك بس كت عليك النبي بس اسمع كلمتي يا امه بعد ما اولدها ارجع البلد ارجع البلد الوقت وعاية وازيبك تتشاوز جوازة مليحة ولا حد يا عائرة كنت خلفت من واحدة جهلة زيني انسى عالشاني ما اعرفاش عايش مني وعاية زيني بس نفسي وإلعاثتك وتعال في الفاق وانا احمقك انتبه هل تخبرك فقط؟ هل تفهمتني؟ هل تخبرك؟ موس... 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 موت رزعو من انك عشياني هو مين الي جاب لي حقي في السوم؟ مش انتي؟ مين الي كان هايضحي عشاني ويموت فتايا؟ مش انتي؟ انتي احسن ست في الدنيا هيك واحدة تموت نفسها عشانها الف وراء واخر بالك لك حلية وطوبة قلبي دا والبحق لك حق في طبعات المتابعة مخصريش ده اللي زيك راح دا تموت نفسها عشانه ألف ور بعد كده خضونا وغامونا ولمونا معنا شعار فينا احنا بوحنا فيه محدش عارف هو معنا مع مين وليه اللي بيحصل والأيام كلها شبه بعض بنتسقل ونتضرب وبنتهان تهمت تهمت أوازع تهمت مع الثوابق والمجرمين بتوع الترحيلة يا رجل يعني انت قال ليه بها درامة المراضي كده اللي يعني مالكش حق بقى انت وانت طول عمرك مقضيها معتقلات من هنا لهن شو معنى المراضي يعني؟ كله للمراضي يا عزيزو كله للمراضي القضية كانت كبيرة ولمو ألفات من كل طائفة من طول اللي وصتها علي كان زماني دلوقتي هعودلي ولا خمس سنين جايين أو كنت ممكن نقلبس قضية وأخد فيها حق يا عم فالله ولا فالك بتقولي بس استخفر الله العظيمة أنا عملت الواجب يا قياد ودي أقل حاجة يعملها معايا بس أنا معلش يعني اللي هي كده طالب يريد متعصلكش معايا فيه هحلاقها وعهض الله هحلاقها لا أنا أنا مش عايزك برك على حاجة يا صاحبي أنا عايزك يعني تدورها في دماجك مو براحتك ليك مطلق الحرية فيش فيها تدويرة يا صاحب ما شفت هناك أشكال ما أنزل الله بها من سلطان أشكال ما شفتش لقبلها ولا بعدها ناس نفسها تولعت في البلد بحريق ناس ما لهاش في التفاهم مكان ناس لو أنت مش معاهم تبقى خارج من الملة أنا ممكن أعبض ربنا بس من غير حلق وضرب ودأن وجلبية فين التسامح؟ فين الوسطية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم تصلي على النبي يا قياد مجيز صدق الله العظيم يلا يكون كده روح استحمى وأنا أبعط لك لواب بقرة وأخليه وصل لك معلش عشان أريد مش أنا مش هعرف اسبيل المحل يعني وأنا بالليل بأمر اللي هجيلك الصوماعة بتاعتك مليش نفس أنا هطلع تشطف وغير هدومي أنا هنزلك واحد تاني خالص يا زيزو يا راجل مليش نفس ايه وبمزاجك يا باقر يا باقر يا زيزو هاي حتى بشوف اسبعي الطيق عايزك تاخد دقيقات تطلع معات وصله لحد الصوماعة وتجيب له شوية سندويتشاة كده يعني هطلو وشدوشاة جبن رومي وكبدة وسجوء وكبدة لانشد هطلو لانشد وقشتب المربة وشوية يعني عصاير كده وحالية ساعة طبعا با pennصة وعندك صبون دو ولا آ咪يبلك يا ابني صبون ايه خليك بقاءة هنا انت بالك انت واولك لو قلك ايه تنفزه gosta دراص انت باقولك يالبوك ده انت مش قادرت تصبتلك عن ظروفك واحدة خدرة مفيش يا معلم انا قلت لك ان المعلم زيزو قال لنا مفيش مفيش مش حاجة اسمها المعلم زيزو مع الدناج هو اللي مفيش يا معلم قلت لك المعلم زيزو قال لنا ان هو متفق معاك قلت ماش متفق ومفيش حاجة اخد عربية البليلة بتاعك ودي وتكره على الله بليلة؟ يلا ابني عشان معرض الناس يدخل وتفرخ فيه دا كوسكوس يا معلم يلا اهدفش ماهلك مزعب بكده ليه عالصدر؟ بتقل لي منزلك دا اطلع فيهو يلا يسلم طب انا نزل الشي شوية حاجات حاجات ايها بيت تقلت لك اطلع فيهو مرات اخوها طالب مني حاجات اجيبها لها ما روحش بتنزل هي تجيب؟ الله ايه على رجلانه اش الحنة؟ لا الحنة راح تقاول ليوم الصباحية ما انا اللي عاملها لها انا تمت يلا بيت تمشي يا بيت ايها طالب مني حاجات؟ هي تنزل تجيب حاجات تقول هي دكتورة دي اخرها تارامايسين جولوكوز ميكروكروم تقول تطلعي بقى تطلعي الفهمة؟ الوقت ابنك نفسه فاريخ شامورة وانر اللي حروحها جيبهانه ولو هي راح تجيبها هتجيبها مقددة مقددة؟ يا رامو عليك بها هكشي الشابي خايف خير؟ مش عايز تدخل البترينا بتاعت الموبايل علشان ما تظفرش البضاعة بتاعك يا الله ما اخنا ها متفقين قدامك دوري بيه مع بعضنا ايه اللي حصل؟ رجعت في كلامي عندك مانع انا عايز يا زيدي مش مدخل المحمول بتاعك بيه طب وليه بس كده يابا ما تصلوا على النبي وتبقوا صحاب يلا يا بيت تكرى الله فيش لا محمولة بتاع ماشا يا مهل ما مريز قوله متعاشكم ناعتين انتقاسم فيه شكرا طب استنى بس يا معلم زيزو طب خلينا روح اتفرج عن محمول مفيش محمولة اللي تكافة يا رحمك اسمع يا بيت اللي بقولك عليه وبعد عني يلا عطية انت زيبت عطية نعم ايه يا حج ما اقولك ايه ما امعني حج اعزك تمشي او ربا اعزك 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 اعرفني مينه بالصد بيجيب المحمول من غيره بيبقوه اجل ولا تأسير كارت بتاعه ده اللي بقوله عليها الشريحة نعم بكام وبتيجي منين عايز جميع التفاصيل واحدة ما افهمك حاضر يا حج ولو قلناها يعني بش ولو قلناها ايه يا اخوة كبرت على دي ولا ايه خلاص ونظرك نقشة ما حدش بتشوف لا يا حج ما تقولي يا عمر اعملك ماشي اعتزان حاضر بس اروح اجيب عندك الشغل كده عشان اعرف برضه رقب و بعد اذنى بعد اذنى يا ده اتشوف لا يا حج تعمرني بشيء تانى يا حج لا ورقى حمامة صلى على نفسك حسنا السلام حسنا السلام جيدة معاك 1500 1500 معاك كم 1500 معاك كم 1500 معاك استعد عيد 200 يا راجل يا راجل ده مشاكل زميل خلص الله ربي يا عم خلص يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم البتاع دي خيخي اخفي اخفي محر محروق 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 انا محروق مش الحيطة اه والله محروق والله محروق ازيز الحرقة تحرق من هلا وستين نيلا ما عليش المؤمن دايمة منصاب انا كمؤمن بقى منصاب زي ما انت قلت ده عنين خلاص كده ولا افضل منصاب 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 على طول اما انا مذبطك اول بديلك فترنتين بألف وكمسونمائة جنيه عايزي تاني بقى مم اني واحدة عليها واحدة اه اه عرض مخصوص زي بتاعنا تذكروا؟ اه بس عارف اني زعنان منك؟ من انا؟ اه زعنان منك جدا انا؟ اقولك ليه بقى انا كنت رسم لك خط تمشي فيه اه انت بقى مشيت عكس الاتجاه يعني ده وحش ولا حلو ده لا طبعاً وحش اه انت مسوعة عربية مشيت عكس الاتجاه مخالف على طول اه بس يعني المواضي يعني لو كل الناس في الدنيا ماشي عكسي اه وفي واحد ماشي في الاتجاه المصبوط ما حيتفرم مش كده ولا لا بالزبط كده اهم حاجة تلميذك فلح ولا لا ايه لا ده فلح ايه؟ ده فل الفل بس انت بقى اسبطيني ان الارض بتلف مش هما بيقولوا الارض كروية؟ الارض مالهة كروية مالبية هلفت معاك ايه؟ ايه ايه او انت بقى اسبطيني ان هي بتلف اصل اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي يعني مثلا زمان كان التربوش المحنطور الملاي اللف خلاص خلص الكلام هتدخلني في الفوزير تاني ولا يالي اصل البعلم قد دي القل معلومة اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي من وبينك بتزعش ابعلم زيزو بعلم انديل حبيبنا وبيحبك وبينخشك حبيبا معلم زيزو تقعد هنا ليه؟ انا بين وبينك حسنتي انا انت قعد هنا ليه؟ ليه انت قعد هنا يعني ليه حشري انت مالك حسنتي انت بيشمع بحاجة فقول تعد افهم معاك على اساس معلم انديل انا في الصن انت قعد هنا بتعمل ايه؟ سيب الشغل والرص وبتعمل ايه؟ انت حشري ليه؟ أمنت على البضاعة؟ اه أمنت عليها معاك معاك كم حت؟ يوصلوا 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 بالسلامة يا اخوية يوصلوا بالسلامة يا حبيبي هقولك تقول لي رقم خمس سبعين خمس سبعين؟ خمس سبعين؟ خمس سبعين خمس سبعين؟ اه طب لو تقول اكتر من خمس سبعين على الحرام اخصمهم منك لو عد واحدة اخصمها منك شوف شغلة حاضر حاضرة معلم حاضرة معلم حاضرة معلم ايه فيه 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 انت مالك فيه لا انا تمال تجاد؟ تمام ولا معاك تخضيت عليك انت دي شكلك زعلي قولك ايه ما تجي نطلق فايحة تبور باتلك اليها على بل المقنز دي تخرج لا لا بس انا عايزك ايه زعليم منك انت زعليم مننا؟ اه طبعا الشرشابي اديك بضاعة عشان تحرقها ويأكلك الطعم وبعدين انا بيني وبين نفسي قلت ايه ده معقول زيزي وبغابي بالشكل ده وخلت كل رجال الشرع زعليم منك وانت عملت ايه؟ ايه؟ انت عملت فيه انا ايه؟ ايه ده انت عملت فيه انا ايه؟ انت عملت ايه؟ يعني الشرشابي اداني بضاعة عشان احرق اه انت بقى عملت ايه؟ انا ايه عملت ايه؟ اقولك عملت ايه؟ عملت ايه؟ بعدت انت كمان بضاعة عشان اروح للنار برجلين اه صح؟ اه بس على بسم الله ما شاء الله اتفلعت مين هاقوى هو الحمد لله انا بصراحة ربنا مش هنكر العاملة لانا عملتها دي وطية بس انا بقى خلاص قررت ان انا جيب اخري مع شارع عبدالعزيز وابدأ من جديد وادين الحمد لله رب العالمين بدأت هو متجرة جديدة وفتحت مصلحة تانية جنب القديم طيب بقولك ايه بتشغلني معك في المحمول نعم شغلك مالف ايه محمول ايه مالك 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 ها معلمه يعني لموازه يعني انا عارف انك اخبوز صغير ومش هتزعر يعني لا سمحني يعني لا هو انت يعني ما بتكسفش لا لا صحية ايه ده بتكسفش انت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا مالس انت يعني لو فاهم اه كنت هتسكت اه ولو مش فاهم اه كنت هتقول كلام غير ده يعني يعني انت لا فاهم ولا مش فاهم تبقى ما بتكسفش معلش يعني سامحني اه وبقى ده نوازه انت لو يا راجل تعبان كنت كريمتي معاك كلام تاني راجل تعبان ازاي خليف حالك يعني راجل تعبان ازاي يعني يعني ازاي راجل تعبان تشوفش نفسك ازاي تعنيك رايحة خالص مغربة وانت كل اما تشوف التشير تلاصفر ده تقعد تقولي راجل تعبان وانا عاد في القص العيني اللي هي مين اللي مقتعية دي معرفاش انا تعمرك ما عملت عشي عمقتعية يعني ايه مقتعية اصلا انها رسود ايه ابوك مت ازاي ايه ابوك ابوك مشلول يمين ولا شمان اه لا اجاب شمان ايه غلط شابرو اه بعلي بسيزة بمعليش يا شابرو عايزك تكلم من اليه ده دكتور واصفي دكتور واصفي اه دكتور واصفي يا عم راكز معايا الراجل تعبانة يروح فيها تكلم الدكتور وصفي قوله انا من طرف زيزو بتاع شارع عب العزيز ويأجز المعادة على بعد بكرة خليه افتح قط الاشعات المقطعية الدكتور وصفي تاعنا خد المعاد منه ضرر عشان معالم تعبان قوي تعبان قوي على بعد بكرة ان شاء الله يعد عليك المعلم ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه وصف ده احنا بعثنانه تلاتة قبل كده تلاتة قبل كده الهلال ازاي يعني لا اله الا الله اللي هو ايه الا الامة الله ماتوا لا الاه الله وفي ايه لا 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 ايه لا لا ماينفعش ايه هو اللي ماينفعش بعدين احيانا مفضوحين ان الناس تشوفنا تتكلمي في ايه طلعي طيب طلعي سنانة هعمل نفسي بشري حاجة انت اقولي بقى الفين ونص عشان خاطرك انت هتستعبط يا وده بقل لي وحشتيني بحاجتك يا سيد تمشي من هنا بقى ماينفعش كده بقولك ايه وحياة امك لا هتجيلي كمان ساعة ساعة ونص بالكتير في الخنو انت عارفني مجنونة ولا ساعة وعمل اي حاجة تقابلني في وشي انت ايه معي ولا مع الاسف اتلهي بقى طلعك كده شوية لا حتيجي حتيجي يا سيتي اجي اقفل المحل وتعال يا سيتي مش وقت ودلوقتي مفيش حد يقف مكاني خلاص اقفلوا مدغولي بقى يا سنانة وليد يلا وليد اخوك اصله من الصبح يوقف على رجليه في الشغل لما تهدى حيله وبعدين جاله تليفون مهمة اول واضطر ان هو يأجله ربع ساعة علشان مفيش حد يقف بداله فما يلا انت بقى يا وليد ما تتأخرش حستناك ايه ايه يا عمك ببصلي كده ليه لا 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 انا مش عايزك تتكذف مني خالص انا مان ما كان برده خوك الصغير يا راجل يلا زيزو مالكش دعوة بالكلام ده وركز معايا اخري ببيتا اقول لي بقى وردت الفلوس ولا لسي وردت الفلوس لانا اتأخرت النهاردة على البنكة مخصوصة عشان اروح اورد الفلوس دي وسلمت صور البطايا واقود الخطوط وجبت المخالصات كمان بس مش قادر اقولك بقى يا زيزو لو رحت الشاركة وشفت منظر الناس تحس ان كل مصر هتشيل المحمول ده يا سيدي ربك يكترهم احنا شعب يموت في التكنولوجيا قول لي انت بقى مبسوط في البنك مبسوط ايه لا مبسوط طبعا مبسوط هو فيه خديق تجارع يتعين في البنك هو يبقى مش مبسوط برضو هو ايناعم الشغل كتير وفيه ضغط شغل بالهبل لكن الحمد لله ما تحرمش منك يا زيزو بصراحة انا مش عارف يعني اردلك كل الفلوس اللي انا خدتها منك دي ازاي تعبيت يد سيبك من الكلام ده انا حطيت باترينا في محل المعلم اندي ووقفت الوقت شبرو عليه شبرو تاني يا زيزو يا زيزو العالم دي يا سيدي بقولك مؤقتا وبعدين انا موضيه سورات امانة بخمسة وعشرين عدة والخطوط عايزة تاني بقى ماشي بس ورحمة ابوك يا شيخ يبقى مؤقتا بس خلي بالك انا موضيه على وسورات امانة ومفاهمه يعني ان البضاع دي يبقى لاجل عشان ما يزعلش ويوعد حساسه بحاجة بالحق مش ايقات خرج بالمعتقل ياه ياه الحمد لله على سلامته يعني من رد سجن لرد معتقلات ياه قلبي نتاحس لا لا يا ليدو إلا قياد قياد ده حتت قلمها صحور محدش عارف قيمتها غيري ما فيه الزاوف امانة وغلف وخلاصة اصبره عليه بس شوية كده وهو يروء ويعقل وهيبقى احسن مني ومني هتوكر انا على الله ايه هاي ربع ساعة خلصة ولا ايه زيزو ملك ياه هتشتغني ولا ايه ما تحل عني بقى طب انا ممكن اقولك حاجة هتاخد بالزبط ديئة وتلتة ديئتين وتلتة الكمبيوتورات اللي عندنا في البنك امكانياتها عالية جدا هي اي نعم يعني سعرها عالي حبتين بس انا بفكر ان انا جيب واحد لانه هيفيدني جدا جدا في شوية يكون عندك واحد من بكرة مهما كان تمنه ماشي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا اخوي بتعارف؟ لو الحج عبد الرحيم فضل الله يرحمه كان لسه عايش وسطينا دلوقتي مفتكرش ان هو كان اقامل اكتر من اللي انت بتعمله معايا ربنا يا خليك لايه وليد انت بالنسبة لي حاجة كبيرة لنا مش بس اخولي اعتبرك زي ابني بتعرف لو روحت يعني انت واتجوزت ونا تمنالك كل خير حس اني حداي حس اني هغير يعني من اللي هتخضب ربنا يا خليك لايه يا ربنا ام اجبتوا لنافسك يا روحلبك انت هو انا بقا استعرفك ازاي ما تردش سلام عليكم أهلا يا فني إيه للحكاية يا حضر الزبط الصوتك جاي بالآخر الشارع واضح أن الهيان دي منرفزينك على الآخر هيا اعترفوا يا باشا خذوا مبارا مبارا قدعم التواب بدي ملطش فيه ملط تمام يا فني بير تلطيش تمام يا فني خذوا يا فني يا باشا دي عربة الطاجية ولا لازل هتعايا مع عم بشكل ده قعد قعد يا حضر بالنطيب انت متجوز مش كده ويه علاقة ده بشغل هنا فن يا طرى خلفت ولا لسه ايه ما جبتوا لنفسك يا روحاوبة بجنت اخوة انا بقى هعرفك ازاي ما تروض بش سلام عليكم اهلا يا فني ايه للحكاية يا حضر الزبط صوتك جايب لآخر الشارع واضح ان الهيان دي منرفزينك على الآخر هيا اعترفوا يا باشا خذوا مبارا مبارا قدعم التواب بدي ملطش فيه ملط تمام يا فني بير تلطيش تمام يا فني يا باشا دي عربة طاجية ولا لازم اتعاقوا معام بشيك ده اه ده اه ده يا حضر الزبط انت متجوز مش كده ويه علاقة ده بشغل هنا فن يا طرى خلفت ولا لسه انا مش فهم ساعتك توصه ده ايه انا اصلا قريت قبل كده عن علاقة العنف والتوتر العصبي الحالة الانجابية للراجل انا متأكد انك لما بتراوح بيتك بتتعامل مع اسرتك ومع المجام بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه انا في الشغل يا فنم ساعتك جاءت بتدخل في حياتي وده ما ينفعش اسمع وانت ساكت يا حضرات الزبط واضح انك انت فاهم شغلك بطريقة خطأ تتعامل مع الناس غلطة وانا قبل ما ارفع تقرير عن ادائك المهني بصفتي رئيسك للوزارة حبيت ان انا اقعد معاك واكلم معاك بصورة ودهية احنا هنا يا حضرات الزبط ما احناش في قدارة مكافحة المخدرات بنتعامل مع مهربين وبلطاجية احنا هنا في اسمه بوليس بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قريبك وقريبي ناس عاديين تسعين في المية منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيه وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم ماينفعش بقى ان احنا نقض نرطش فيهم وانزعق لهم عن فاضي والمليان يا فنم بنو الحبتين انا بعملهم كده عشان انجز والحبتين دولة يدوك الحق انك تلطش في الخلق ها انا عايز اسألك احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه بيشتغل محامل تمام لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شوية افكار مقتنع بيه ومنهم صح وانا بقولك ان ده غلط وهيدرك في بداية مشوارك وانت اللي حتدفع التمن ده انت يا راجل من عصبيتك ما قديك ليش التحية وانا داخل انا قاعد يا عاصم انا مش بطمانزر عليك ولا اعايزك اتدرك لكن اللي انت بتعمله ده غلط واخد بالك انت اللي هتدفع التمن جسمك هتصاب بكل الامراض اوعدك يا فندي من افكر في الكلام ده وانا متأكد انك زابط كفة وانك هتطبق القانون من النهاردة كراجل قانون مش كشرطة متسلط فهمت سعد شوف يا عاصم اسهل حاجة ان احنا نقدر نعز بالناس لغاية ما يعترفوا والاعتراف سيد الأدلة زي ما انت عارف لكن الزابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابة مستوفي للشروط القانونية هل تشوفوا سعدك يا ليلة سودة يا بنت المجنونة عايزة تخلف ازاي بنتي واحنا في الوضع ده طب اعمليها بس كده وانا تفنك هنا في قلب الشقة خلاص يا راجل يا شملولي اتجوزت الله ام اللي احنا متنايلين بنعمل ايه منعمل لك يا زيزو حموت واخلف ابنه مقطع برضو خلاص روح اتقدم لي اعمل فيك ايه بقى احنوك احنوك عشان اخلص منك افغيرة قاتلة موتي موتي عشان اخلص منزل موتي عشان اخلص منزل بزمتك ودينك لو رحت اتجوزت واحدة هتلاقي احلى مني هلاقي هتلاقي واحدة ان اغليشك وتغلص عليك زي لا هتلاقي واحدة تدلعك وتغلي مزاجك زي طرح Jeder تذيبنك ما اعمل الصحة وزيادة هتلاقي هتلض اخد عد للحاجات دي لا غد لما اروحكم ببيتنا عا تصيروا ايجي ايه بي مبتلين ايه ده الفلوس دي مسروعة ولا ايه يا بيت سابع ولا دبع مالس مني يا معالي مالس منك مالس منك فاني حيطة يا لها ايه بي مالس منك انت ببعز نتكلم او انت بتعرفش تتكلم انت للما انديل يرفعك بالمسدس عشان تخبص علي مين ده اللي قل لي ايه بي ذي زدك ارشين فمش عارفت انت اطلع الطبنجة وفرقها فيك عشان ترتاح بل هو الله اعظيم الله اعظيم يا معالي مكان يخدر في بالي ولا يخدر في بالا اي من الادب في الدنيا الموضوع بقى فيه هلا طلع تجري مخدرات ياريت يا معلبي ياريت حاولك على جول حاجة يا معلبي الزيو النبي وحيات ابنك عاصم يا باشا ما تزعل مني في اللي حقوله يا معلبي وحيات ربنا ما تقولي هاد وقعت قلبي زيزو يا معلبي دي الوقتي مع الست سنة مشاق الجزء يا معلوم داخل انت بقى عليا بالقرشنات فاكرانا هتخط ولا يكش تكوني فاكر فلوسك دي فلوس يا بيت ولا انا محتاجهم ماشي يا اخوي ماشي يا عم المستغن طب ورحمة امي ما هم راجعين يا بيت انا اصلا شاكلك في الفلوس دي وانتي بصراحة ربنا مش عارفة تفاهمين الفلوس دي مسروقا من ابوكي ولا جايباهم منهم بالزبط هقولك يا زيزو عشان اخلص منك الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما تخش للسجن اه 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 قول كده الفلوس البي سابها عنهم بهلوا داخل بيهم السجن ماشي الماشي ما بتشتغلش هم فلوس مسروقة يعني حضى الله لو ونبي ليك بس پmax الحب الحرام دي حاجة ودي حاجة ولا عايزة حياتي بقى كلها شمال طب حقولك على حاجة كودوا مني قرض وسدده على مدى الحياة يا زيزو نفسي يكون لي حتة قد كده جواك يا بيت ده انت الحتة كلها لا والنبي صحيح او ربنا يا نهاري سويد ده انت الحب والموب والاسد والدوم ايوة كده دول معي بقى مصابني يا زيزو اتدحلب كده لغاية لما عسكر جواك خيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعاصلك معاي مين ده اللي يعقر ويعاصلك؟ لا انا في الحاجات دي بقى متيع طعم ياه ملقيتش للشرف يا ابني الكلب؟ يا ده رسو أبويا والنبي لأ ارمي المثال تسمى الله انتش رفسك في ده ده روزي انتوا بتتحكوا عليها اونا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها معلمة جوزها ازاي وهي متجوزها يا ابني المجنونة ما تكيب الورقة يا بيت؟ ورقة ايه اللي هتجبها؟ انتوا هتجنلوني؟ اتلقتي يا ابا والله العظيم اتلقتي رفعت عليه قدية واتلقتي للدرر وطلعني من السجن اخرصي خالص اسمع بقى يا معلم هتفتكاش ان انا خايف من التبنى اللي في الديك بنتك مراطي انا ما عملتش حالا بلط لو خلصت علينا مش هستفيد حاجة لو دحتك هتبقى بجلاجن و هتنبو الاصل وعندي منهم صور كتير اوي ممكن يغرقوا شارع عبدالعديس كله بعدين يعني يقولك لو واحدة من دره هتلبنك للباشا صابت حيتجوزني شارعي ابا والله العظيم حيتجوزني شارعي انا انا راسي 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 عرفت توطي راسي قدام الكلب ده عرفت توطي راسي قدام الكلب ده عرفت تلتقى بني مره اطلع بلع سنحلي يا معلمش والله الامر لها قادم ملك يا انا ملتع بالم Foro دهاي ابدى ها عامة عامة ك collects